الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السادس والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ولازلنا مع العقيدة نبدأ هذا الشريط بالباطنية سؤال ما قول علماء الاسلام والفقهاء الكرام في حق فرقة الاسماعيلية الاغاخانية التي يذكر افرادها في البلاد المختلفة خصوصا في البلاد الشمالية من باكستان نذكر بعض معتقداتهم واقوالهم التي تدل على عقائدهم هنا واحد الكلمة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان امير المؤمنين علي الله هذه كلمتهم مقام كلمة الاسلام كلمة التوحيد والشهادة ويسمونها بالكلمة الاسلامية الحقيقية اثنان الامام هم يعتقدون ان اغا خان شاه كريم وامامهم وهو مالك كل شيء من الارض والسماء وما فيهما وما بينهما بالخير والشر ويعتقدون انه هو الحاكم في العالم بقضه وقضيضه ثلاثة الشريعة هم لا يرون اتباع الشريعة الاسلامية بل يعتقدون ان اغا خان هو القرآن الناطق والقرآن الحقيقي والاصلي وهو الكعبة وهو البيت المعمور وهو المتبوع المتبع ولا يكون شيء سواه يجب اتباعه وفي كتبهم ان ما ذكر في القرآن الظاهري من لفظ الله مصداقه الامام اغا خان اربعة الصلاة هم لا يعتقدون وجوب الصلاوات الخمس ويقولون بوجوب الدعوات الثلاثة مكانها خمسة المسجد هم يتخذون معبدا اخر مكان المسجد ويسمونه بجماعة خانة ستة الزكاة هم يجحدون الزكاة الشرعية ويؤدون مكانها من جميع اصناف المال عشرها الاغا خان ويسمونه بمال الواجبات دوشوند سبعة الصوم ينكرون فرضية صوم رمضان ثمانية لا يقولون بفرضية حج البيت يعتقدون ان الاصل اغا خان هو الحج تسعة السلام لهم تحية مخصوصة مكان السلام عليكم يقولون عند اللقاء على مدد اي اعامك علي علي مدد ويقولون في جوابه مولى علي مدد مكان وعليكم السلام هذه مبذة من اقوالهم وعقائدهم فالان نسأل عن عدة امور واحد هل هذه الفرقة من الفرق الاسلامية ام من الفرق الكفرية اثنان هل يجوز ان يصلى على موتاهم صلاة الجنازة ثلاثة هل يجوز ان يدفنوا في مقابر المسلمين اربعة هل تجوز مناكحتهم خمسة هل تحل ذبيحتهم ستة هل يعامل معهم معاملة المسلمين نسأل منكم بسم الله العظيم ان تصدروا جواب الاستفتاء وتزيحوا الشبهات عن قروب المسلمين لان هؤلاء يبطنون عقائدهم الى الان ولذا سماهم متقدمون من المشائخ بالباطنية والان هم اظهروا عقائدهم ويدعون الناس اليها جهرا اتغاء لازغة المسلمين في عقائدهم ولوجوه اخر لا نعلمها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اولا اعتقد ان الله حل في علي او غيره كفر مخضن مخري من ملة الاسلام وكذلك اعتقد ان هناك احدا يتصرف في السماء والارض غير الله سبحانه كفر ايضا قال تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ثمين من اعتقد ان هناك احدا يسعه الخروج من اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفر يخرج من ملة الاسلام وشريعته وهي القرآن الذي اوحاه الله اليه قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ومن الشريعة السنة النبوية التي هي تبيين وتفصيل للقرآن قال تعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ثالثا من انكر وجحد شيئا من اركان الاسلام او من واجبات الدين المعلومة بالضرورة فهو كافر ومارق من دين الاسلام رابعا اذا كان واقع هذه الطائفة وما ذكرته في السؤال فلا يجوز الصلاة على موت من ذكر ولا دفنهم في مقابر المسلمين ولا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبيحتهم ولا معاملتهم معاملة المسلمين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم البريلوية سؤال جماعة معينة في الباكستان تسمى البريلوية او جماعة نواري نسبة الى رئيسهم الحالي المعروف بنواري حيث طلقت من فضيلتكم الحكم الشرعية بهم وباعتقادهم وبالصلاة خلفهم ليكون ذلك بردم وسلاما على قلوب كثيرة لا تعرف الحقيقة ومرة ثانية اذكركم ببعض خرافاتهم واعتقاداتهم الشائعة واحد الاعتقاد بان الرسول عليه الصلاة والسلام حي اثنان الاعتقاد بان الرسول عليه الصلاة والسلام حاضر وناظر خاصة بعد صلاة الجمعة مباشرة ثلاثة الاعتقاد بان الرسول عليه الصلاة والسلام الشفيع مسبق اربعة يعتقدون بالاولياء واصحاب القبور ويصلون عندهم طالبين منهم قضاء الحاجة خمسة إشادة القباب وإضاءة القبور ستة قولهم المشهور يا رسول يا محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يسخطون بمن يجهر بالتأمين ويرفع يديه في الصلاة ويعتبرونه وهابي ثمانية التعجب الشديد عند استعمال السواك عند الصلاة تسعة تقبيل الأصابعي أثناء الوضوء والأذان وبعض الصلاة عشرة يردد إمامهم دائما بعد الصلاة الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي وبالتالي فإن جميع المأمومين يصلون على النبي بشكل جماعي بصوت عالم أحد عشر يتحلقون بعد صلاة الجمعة واقفين وينشدون ويمدحون بصوت مرتفع ثاني عشر بعد ختم القرآن الكريم في تراويح شهر رمضان يطهون الطعام الكثير ويوزعونه في صحن المسجد بالإضافة إلى الحلويات ثالث عشر يشيدون المساجد ويهتمون بزخرفتها كثيرا ويكتبون فوق المحراب يا محمد رابع عشر يعتبرون أنفسهم هم أصحاب السنة والعقيدة الصحيحة وغيرهم على خطأ خامس عشر ما الحكم الشرعي بالصلاة خلفهم علما بأنني طالب طب في كاراتشي وأسكن بجوار المسجد والمسلطة أو المشرف عليه تلك الجماعة البريلوية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد من هذه صفاته لا تجوز الصلاة خلفه ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله لأن معظمها صفات كفرية وبداية تناقض التوحيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وتعارض صريح القرآن مثل قوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون وقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وينكر عليهم البذع التي يفعلونها بأسلوب حسن فإن قبلوا فالحمد لله وإن لم يقبلوا هجرهم وصلى في مساجد أهل السنة وله في خليل الرحمن أسوة حسنة في قوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شخيا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الدروز سؤال الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الرسالة التي أرسلها صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية إلى سماحة الرئيس العام برقم 2 سيم 5400 وتاريخ الخامس عشر من شهر جماد الأولى من شهر جماد الأولى سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وألف هجرية واطلعت على ما جاء في النشرتين التين مع كتاب سموه من تفاصيل محاورتين مزعومتين إحداه ما جرت بين طالب درزي يدرس في الأزهر وبين من لقبه درزي بشيخ مشايخ الأزهر وسموه مصطفى الرافعي والأخرى جرت بين من نسب في المنشور إلى السنة وسمي فيه شيخ الحق الحسيني وبين من قيل إنه أستاذ درزي يدعى أبا حسن هامي زيدان وبناء على طلب سموه مطلعت ذلك والإفادة كتبت ما يلي أولا نبذة عن مذهب الدروز يتبين منها حقيقة أمرهم ثانيا بيانا مختصرا عما جاء في المحاورتين يتبين به ما فيهما من دخل وتلبيس أولا نبذة عن مذهب الدروز أصل الدروز فرقة سرية من فرق القرامطة الباطنية يتسمون بالتقية وكتمان أمرهم أعلى من ليس منهم ويلبسون أحيانا لباس التدين والزهد والوراء ويظهرون الغيرة الدينية الكاذبة ويتلونون ألوانا عدة من الرفض والتصوف وحب آل البيت ويزعمون أنهم حملة لواء الإصلاح بين الناس وجمع شمهم ليلبسوا على الناس ويخدعوهم عن دينهم حتى إذا سنحت لهم الفرصة وقويت شوكتهم وأجدوا من الحكام من يواليهم وينصرهم ظهروا على حقيقتهم وأعلنوا عقائدهم وكشفوا عن مقاصدهم وكانوا دعاة شر وفساد ومعاول هدم للديانات والعقائد والأخلاق يتبين ذلك لمن تتبع تاريخهم وعرف سيرتهم من يوم وضع عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي وصولهم وبذر بذورهم فوارثها لاحقهم عن سابقهم وتواصلوا بها وأحكموا تطبيقها واستمر ذلك إلى وقتنا الحاضر والدروز وإن كانوا فرعا من فرع القرانطة الباطنية لهم مظاهرهم الخاصة من جهة نسبهم ونسبتهم من الهوة والزمن الذي ظهروا فيه والظروف التي ساعدتهم على الظهور ونذكر في ميالي مجمل ذلك وأمثلة له وحكم العلماء فيهم واحد ينسب الدروز إلى درزي وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الدرزي وقد يروا اسمه بلف عبد الله الدرزي ودرزي بن محمد ويقال إن محمد بن إسماعيل الدرزي هو تشتكين أو هشتكين الدرزي وقيل ينسبون إلى طيروز إحدى بلاد فارس ويرى الزبيديو في التاج إن الصوابة ضبط الدرزي بفتح الدال الدرزي نسبة إلى أولاد درزة وهم السفلة والخياطون والحاكة أو الحاكة اثنان وظهر محمد بن إسماعيل الدرزي أيام الحاكم بأمره أبي علي المنصور بن عبد العزيز ابن العزيز أحد ملوك العبيديين الذين حكموا مصر قريبا من مئتي سنة وزعموا أنهم من آل البيت زورا وبهتانا وأنهم من نسل فاطمة رضي الله عنها وقد كان محمد بن إسماعيل الدرزي أولا من الفرقة الإسماعيلية الباطنية التي تزعم أنها من أتباعي محمد بن إسماعيل ابن جعفر الصادق ثم خرج عليهم واتصل بالحاكم العبيدي ووافقه على دعوه الإلهية ودع الناس إلى عبادته وتوحيده وادعى أن الإله حل في علي وتدثر ناسوته وأن روح علي انتقلت إلى أولاده واحدا بعد واحد حتى انتقلت إلى الحاكم وقد فوض إليه الحاكم الأمور بمصر ليطيعه الناس في الدعوة ولما انكشف أمره ثار عليه المسلمون بمصر وقتلوا ممن معه جماعة ولما عرادوا قتله هرب واختفى عند الحاكم فأعطاه مالا وأمره أن يخرج إلى الشام لينشر الدعوة هناك فخرج إليه ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبة غربي دمشق فدعاهم إلى تأليه الحاكم ونشر فيهم مبادئ الدروز ووزع فيهم المال فاستجابوا له وقد قام بالدعوة أيضا إلى تأليه الحاكم رجل آخر فارسي اسمه حمزة بن علي بن أحمد الحاكم الدرزي من كبار الباطنية فقد اتصل برجال دعوة السرية من شئة الحاكم ودعا إلى تأليهه خفية حتى أصبح ركنا من أركانها ثم أعلن ذلك وادعا أنه رسول الحاكم فوافقه على ذلك ولما توفي الحاكم وتولى بنه علي المنقب بالظاهر لإعزاز دين الله وتبرأ من الدعوة إلى تأليه أبيه طوردت الدعوة في مصر ففر حمزة إلى الشام وتبعاه بعض من استجاب له واستقر أكثرهم في المقاطعة التي سميت فيما بعد جبل الدروز في سوريا مبادئهم ألف يقولون بالحلول فهم يعتقدون أن الله حل في علي رضي الله عنه ثم حل في أولاده بعده واحدا بعد واحد حتى حل في الحاكم العبادي أبي علي المنصور بن العزيز فالإلهية حلت ناسوته ويؤمنون برجعة الحاكم وأنه يغيب ويظهر باء التقية فهم لا يبينون حقيقة مذهبهم إلا لمن كان منهم بل لا يفشون سرهم إلا لمن أمنوه ووثقوا به من جماعتهم جيم عصمة أئمتهم فهم يرون أن أئمتهم معصومون من الخطأ والذنوب بل ألهوهم وعبدوهم من دون الله كما فعلوا ذلك بالحاكم دال دعوهم علم الباطن فهم يزعمون أن لنصوف الشريعة معاني باطن هي المقصودة منها دون ظواهرها وبنوا على هذا إلحادهم في نصوص الشريعة وتحريفهم لأخبارها وأوامرها ونواهيها أما إلحادهم في الأخبار فإنهم أنكروا ما لله من صفات الكمال وأنكروا اليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء من جنة ونار واستعادوا عن ذلك بما يسمى التقمص أو تناسخ الأرواح وهو انتقال روح الإنسان أو الحيوان عند موته إلى بدن إنسان أو حيوان آخر عند بدء خلقه لتعيش فيه منعامة أو معذبة وقالوا دهر دائم وعالم قائم وأرحام تدفع وأرض تبلع وأركم الملائكة ورسالة الرسل واتبعوا المتفلسفة المشائين اتباع أرستو في مبادئه ونظرياته وأما إلحادهم في نصوص التكليف من الأوامر والنواهي فإنهم حرفوها عن مواضيها فقالوا الصلاة معرفة أسرارهم للصلاة الخمس التي تؤدى كل يوم وليلة والصيام كتمان أسرارهم للإنساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس والحج زيارة الشيوخ المقدسين لديهم وأستحلوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واستحلوا نكاح الأمهات والبنات إلى غير ذلك من التلاعب بالنصوص وجحد ما جاء فيها مما علم بالضرورة أنه شريعة لله فرضها على عباده ولذا قال فيهم أبو حامد الغزالي وغيره ظهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض وهم في ذلك أشبه بأصحاب رسائل إخوان الصفة في عقائدهم وأعمالهم وطريقتهم هاء يقولون بقول أهل الطبيعة فيقولون إن الطبائع مؤلدة للحياة والموت ينشأ عن فناء الحرارة الغريزية كامتفاء الصراج عند انتهاء الزيت إلا من اعتبط أي قتل بحادث مثلا واو النفاق في الدعوة والمخادعة فيها فهم يظهرون التشيع وحب آل البيت لمن يدعونه وإذا استجاب لهم دعوه إلى الرفض وأظهروا له معايب الصحابة وقدحوا فيهم فإذا قبل منهم كشفوا له معايب علي وطعنوا فيه فإذا قبل منهم ذلك انتقروا به إلى الطعن في الأنبياء وقالوا إن لهم بواطن وأسرار تخالف ما دعوا إليه أممهم وقالوا إنهم كانوا أذكياء وضعوا لأممهم نواميس شرعية ليحققوا بذلك مصالح وأغراضا دنيوية إلى آخره بما يحكم فيهم أي في الدروز سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عما يحكم به في الدروز والنصيرية فأجاب بما يأتي وهؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح لسائهم بل ولا يقرون بالدزية فإنهم مرتدون عن دين الإسلام ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى لا يقرون بوجوب الصلاوة الخمس ولو بوجوب صوم رمضان ووجوب الحج ولا تحرين ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين فأما النصيرية فهم أتباع أبي شهيد محمد بن نصير وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليا إله وهم ينشدون أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين وأما الدرزية فأتباع هشتكين الدرزية وكان من موال الحاكم يعني العبادي أحد حكام مصر الباطنية أرسله إلى أهل وادي تيم تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية الحاكم ويسمونه الباري الغلام ويحلفون به وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله وهم أعظم كفرا من الغالية يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى ومشرك العرب وغايتهم هيكون فلاسفة على مذهب أرستو وأمثاله أو مجوسة وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع عنفاق والله أعلم وقال شيخ الإسنان بن تينية أيضا رحمه الله ردا على نبذ لطوائف من الدروز كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون بل من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين بل هم الكفرة الضالون فلا يباح أكل طعامهم وتسبى نساؤهم وتأخذ أموالهم فإنهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقتلون أينما ثقفوا ويلعنون كما وصفوا ولا يجوز استخدامهم للحراسة والبوابة والحفظ ويجب قتل علمائهم وصلحائهم لأن لا يضلوا غيرهم ويحرم النوم معهم في بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم تشيع جنائزهم إذا علم موتها ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعت ما أمر الله من إقامة حدود عليهم بأي شيء يراه مقيم لا المقام عليه والله المستعان وعليه التكلان ديان ما جاء في المحاورة الأولى من الكذب والدجل والتلبيس واحد جاء في صدر المحاورة الأولى أنها جرت بين طالب درزي في الأزهر شيخ شوقي حمادة وإمام الأزهر الشيخ مصطفى الرافع ثم لقبه بعد بشيخ مشيخ الأزهر وهذا فيه خلط وتلبيس وكذب مفترة أما الخلط والتلبيس فإن إمام الأزهر هو الذي يصلي بالناس الصلاوات الخمس بالجامعة الأزهر وقد يخطب خطبة الجمعة فيه وهو في عمله تابع لوزارة الأوقاف وأما شيخ مشيخ الأزهر فإنه ليس إماما للصلاة فيه ولا خطيبا للجمعة به وإنما هو مسؤول عن التعليم بالأزهر ومنصبه أعلى ممن يصلي بالناس إماما وأما الكذب والافتراء فإنه لم يعرف في تاريخ الأزهر في عهد من الأهود ولا في يوم من الأيام أن شخصا يقال له مصطفى الرافعي تولى مشيخة الأزهر أو كان شيخا لمشايخ الأزهر فواقع التاريخ أصدق شاهد على كذب هذه الدعوة وأقوى دليل على أن كاتب هذه النشرة ليس على بينة مما يكتب وأن هذه المحاورة مصطنعة وليس هذا بعجيب فإن الدروز من الباطنية وشأنهم التلبيس والكذب والتقية والشيء من معدنه لا يستغرب اثنان قال الدرزي للشيخ مصطفى الرافعي المزعوم مع رأي فضيلتكم بالدروز فقال الشيخ الرافعي إن الدروز من حيث عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم مسلمون إنما من حيث الدين فلا نعدهم مسلمين انتهى إن مثل هذا الجواب لا يصدر عن مسلم عرف عقائد الإسلام وأحكامه وعرف عقائد الدروز وأعمالهم وأحوالهم فضلا عن أن يصدر من شيخ مشيخ الأزهر فإن شرائع الإسلام وراقع تاريخ الدروز يشهد بأن الدروز ليس بمسلمين لا في ظواهرهم ولا في بواطنهم فإنهم عندما تتاح لهم الفرصة تنكشفوا حقيقتهم ويعلمون إلحادهم وكفرهم ويعتبون على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم ويسعون في الأرض فسادة كما خصل في أيام الحاكم الأبادي أحد حكام الأبيديين بمصر أما عندما تحيط بهم الأزمات ويضيق عليهم الخناق فإنهم يلتزمون التقية ويلبسون بباس التدين ويظهرون بمظهر الغيرة والإصلاح نفاقا وزندقة وهذا هو شأنهم مع المسلمين ومع ذلك فقد استنكر الطالب الدرزي جواب من سماه شيخ مشايخ الأزهر وقال ما السبب؟ فقال الشيخ المزعوم لأنهم يعبدون الحاكم فازداد الطالب الدرزي غضبا وخطأ الشيخ في ذلك بما يتضمن إنكاره لوجود إله الحق ويدل دلالة صريحة على كفر الدرزي وفساد عقائدهم فقال يخطئ من يقول إننا نؤله حاكمة وإنما نحن نعتقد أن لا إله إلا الله وأنه واحد أحد فرم صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن المعلوم في مذهبنا أن الله ليس كمثله شيء فهو لا يدرك ولا يوصف ولا هو جالس ولا هو واكف ولا هو ساهر ولا هو نائم ولا قائم ولا قائد إنه منزه عن الأرواح والعدد ونعتقد أيضا أن الله سبحانه سيتجلى للناس في اليوم الآخر ويبدو لهم ليتم الإيمان به حقا وصدقا يتأنس إليهم ليثبت الحجة عليهم إذن يعجزون عن إدراك كيفيته ولا يبلغون بقوة عقولهم ماهيته وإنما النظر إليه كالنظر إلى وجهه في المرأة ألا ترى يا فضيلة الإمام الأكبر عندما تنظر في المرأة صورة تماثل صورتك قال الشيخ نعم قال الطالب الدرزي هذه الصورة منزهة عن جميع الصفات البشرية لا تأكل ولا تشرب ولا تعي ولا ولا نحن نعتقد أنك كما تنظر إلى المرأة وترى صورتك البادية المجردة عن جميع الصفات تبدو لنا صورة الله المنزه عن جميع الصفات انتهى إن الواقع التاريخي والعلمي يشهد بأن الدرز يعبدون الحاكم ويؤلهونه وأن الحاكم العبيدي ادعى الألوهية لنفسه وكان المقربون إليه من بطانته يدعون إلى عبادته وأن الطالب الدرزي كذاب في استنكاره ذلك ثم لبس وخلط في كلامه وأتى بما هو كفر في رده واستنكاره وقال يخطي من يقول إننا نؤله حاكما فنكر حاكما وإنما الكلام في عبادتهم وتأليههم للحاكم الأبيدي الذي كان ملكا على مصر ونفع لله الصفات كلها وشبهه بالصورة في المرآة فقال إنما النظر إليه كالنظر في صورته في المرآة وقال نحن نعتقل يا فضيلة الإمام الأكبر أنك كما تنظر إلى المرآة وترى صورتك البادية المجردة عن جميع الصفات تبدو لنا صورة الله المنزه عن جميع الصفات فجعله بهذا عدما لا وجود له قال الشيخ ما رأيك بالتقمص قال الطالب نحن نؤمن بالتقمص وهذا مذهب فلسفي قديم سبق ظهوره الفاطمين بل سبق الإسلام إذ رافق البشرية من البداية وقال به كثيرون من غلاة الفلسفة القدماء وليس الغريب أن يؤمن الدروز بالتقمص بل الغريب العجيب أن ينفي المسلمون التقمص والقرآن الكريم يقبه إنزالا ثم نفتدل على التقمص بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وبما نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما زلت أن تقل إليكم من أصلاب المؤمنين إلى عرحام المؤمنات إلى يومنا هذا إلى آخره لقد أقر الطارب الدرزي بأن الدروز يؤمنون بالتقمص وهو تناسق الأرواح بمعنى انتقال الروح من حي عند موته إلى بدن آخر عند خلقه ودائما ومن المعلوم أن الذين يؤمنون بذلك لا يؤمنون بيوم القيامة الذي صرحت به نصوص الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة ولا يؤمنون بما فيه من حساب وجزاء بجنة أو بمار ويتأولون نصوص القيامة بخروج إمامهم كرجوع الحاكم في نظر الدروز وظهوره بعد اختفائه ويقولون إن الروح إذا صفت بمجانبة الهوى وبالعلم والعبادة عادت إلى وطنها الأصلي وكملت بموتها وتخلصها من أغلال البدن وقوده وأما الأرواح أو النفوس المنكوسة المعرضة عن طلب رشدها من الآئمة المعصومين فإنها تعذب ببقائها في الأبدان تتناسق فيها كلما خرجت من جسد عند موته تلقاها آخر واستدلوا على ذلك بما تقدم وبقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولا شك أن نتأوي لهم للقيامة بخروج إمامهم تحريف للكلم عن معاضعه خروج بالقرآن عن معناه في لغة العرب التي بها نزل ومخالف لصريح آياته ومعارض لنصوص الأخبار المتواترة الصريحة الدالة على البعث والمشور والحساب والجزاء بجنة أموار فتأويلهم ذلك ضلال مبين وكفر صريح وقولهم بتخمص الأرواح للأبدان على ما سبق بيانه مخض خرص وتخمين لا أساس له من الصحة ولا مستند له من عقل ولا نقل ودعوهم أن القرآن دل على ذلك كذب وافتراء فإن معنى قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم الآية كنتم أمواتا قبل أن يصوركم الله في الأرحام وينفخ فيكم الروح فأحياكم سبحانه بنفخ الروح فيكم ثم يميتكم بقبض أرواحكم عند انتهاء آجالكم في الدنيا ثم يحييكم يوم البعث والنشور للحساب والجزاء هذا هو معنى الآية الصريح في لغة العرب التي بها نزل القرآن وشرحته السنة الصحيحة الصريحة وليس فيها دلالة على أن الروح إذا خرجت من إنسان عند موته تجعل في بذن آخر ليكون مخلوقا يحيى في هذه الدنيا وكذا القول في تفسير آية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فمعناها من الأرض خلقناكم فكنتم أحياء في الدنيا وإلى الأرض تعودون فتقبرون فيها عند موتكم ومنها نخرجكم أحياء أن عند البعث والنشوع وتفسير الآيتين بما زعمون من تناسخ الأرواح تفسير بالهوى وتحريف لها عما لا يدلان عليه في لغة العرب ومخالف لصريح آيات القرآن والأحاديث الصحيحة المتواترة في بيان معناهما ولإجماع أهل العلم والإيمان الوجه الثاني يبدأ حالا أن الحديث الذي ذكره فليس في ديوان من دواوين السنة المعروفة ووجود طبقة كافرة في فترات من العصور داليب على كذبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنقل في أصلاب آباء المؤمنين وأرحام نساء المؤمنات في كل طبقات أجداده بل كان بعضهم مؤمنة كإبراهيم وإسماعيل وبعضهم كان كافرة فالحديث موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى كلما نضجت دلودهم بدلناهم دلودا غيرها ليذوق العذاب فهو خبر صريح عن أهل النار من الكفار وبيان لاستمرار عذابهم فيها يوم القيامة وليس فيه دلالة من قريب ولا من بعيد على أن الروح إذا خرجت من بدن عند الموت في الدنيا تقمصت بدنا آخر ليكون حبسا وعذابا لها فتفسيرها بذلك تحريف لها عن موضعها وتلاعب بمصوص القرآن ختم الدرزي المحاورة بأتراف الشيخ الرافعي المزعون بأن الدروز هم أفضل فرقة إسلامية على الإطلاق ولا شك أن هذا لاعتراف واهمي لأنه من شيخ مصطمع نوهم ولو قدر أن شيخا ما حقيقيا ناقش طالبا درزيا هذه المناقشة وجرت بينه وبين الطالب الدرزي هذه المحاورة لما دل ذلك على صدق النتيجة فكم من محق مغلوب على أمره في النقاش والجدل لضعفه في العلم والمناظرة فاستسلامه لا يدل على صحة مذهب مناظره ولا على صدقه فيما ادعاه واعتقده بيان ما في المحاورة الثانية من الكذب والدجل والتلبيس جاء في المشرة أن محاورة ثانية كانت بين من ادعى أنه عالم سمي وأنه يدعى الشيخ الحق الحسيني يقوم بوظيفة رئيس العلم الشرقية في إحدى الكليات وبين أستاذ درزي يدعى الشيخ أبا حسن زيدان وهي عبارة عن أسئلة توجه من من قيل أنه سني إلى درزي فيجيب عنها وقد جاءت في أسلوب هزيل وتراكيب ضعيفة من جهة اللغة العربية ومعانيها ضحلة مجملة غير محررة وهذا يدل على أنها مصطنعة لم تحصل أو حصلت بين من لا شأن لهما في العلم ولا يعتد بهما في المناظرة ولا يعول على نتائجها وفيما يلي تفصيل الكلام عليها قال السني والمزعوم ما هو دينكم فأجاب الدرزي هو الإسلام انتهى تقدم في السؤال الثالث والرابع أنهم ليسوا بمسلمين وأنهم أكفر من اليهود والنصارى إلى آخره وسيأتي في أجوبة الدرزي وشرحه لعقائب الدروز في أركان الإسلام وغيرها ما يؤكد أنهم ليسوا بمسلمين ما هو مذهبكم؟ جواب مذهبنا هو التوحيد لله تعالى والإقرار برسالة الرسول وهو أحد مذاهب التقية في الإسلام انتهى أقر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي سؤال الثاني بأن مذهب الدروز التقية وقد صدق فيما أقر به على قومه ومن المعلوم أن التقية مواربة وخداع ومراوغة ونفاق في العقيدة والقول والعمل وقد استعملها الدرزي في نفس الجواب فبين أن مذهب الدروز التوحيد لله تعالى والإقرار برسالة الرسول ولكن إلههم الذي وحدوه وعبدوه هو الحاكم العبيدي ملك مصر والرسول الذي يقيرون به هو رسول الحاكم الذي اختاره داعية لعبادته كحمزة بن علي بن أحمد الفارسي الحاكمي الدرزي الذي لقبه الحاكم الفاطمي برسول الله فهذا الأسلوب في الجواب أوضح تفسير وأصدق تطبيق للتقية لما فيه من المراوغة والنفاق هل أنتم سنيين أم شيعيين عزيز المستمع نلتزم كما أسلفنا بمص الكلمات وكذلك لا نصحح لغوياتها جواب لا سنية ولا شيعية بل إحدى الفرق التي أشار إليها الرسول بقوله ستنقسم أمتي من بعد إلى 73 فرقة أجمل الدرزي في جوابه عن هذا السؤال الثالث فنفى أن يكون الدرز سنيين أو شيعيين ولم يكشف عن حقيقة طائفته بل أبهم فقال هم إحدى الفرق التي أشار إليها الرسول بقوله ستنقسم أمتي من بعد إلى 73 فرقة فجمع بين اللحن في اللغة وتحريف الحديث والتلبيس على السائل فلم يحدد له الجواب ولم يحررها وكذب في قوله إنهم ليسوا شيعيين فإنهم من القرامطة الباطنية الذين هم من أخبث فرق الشيعة الغالية هل تصلون بأوقات الصلاة؟ جواب نعم نصلي لأن الصلاة واجبة على كل مؤمن لأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه كيف تكون الصلاة؟ جواب عندما نصلي على الميت فإننا نستقبل القبلة ولكن الصلاة العادية حلقة ذكر في السؤال الرابع والخامس إجمال من قصور وكأنه مقصود ليتمكن الدرزي من الإجمال في الجواب أولا ثم من الهرب والتحريف في المراد بالصلاة ثانية وقد فعل فقال نصلي لأن الصلاة واجبة ولأنها تقرب الصلة بين العبد وخالقه ثم ألحد في المراد بالصلاة ثالثة فقال عندما نصلي على الميت نستقبل القبلة وألحد أيضا ففسر الصلاة العادية أنها حلقة ذكر وفي ذلك إنكار أن يكون هناك صلوات خمس بالكيفية التي بينها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيب لزعمه في الجواب عن السؤال الأول بأن دينهم الإسلام هل تركعون وقت الصلاة؟ جواب الركوع وعندنا نافلة هل تسجدون وقت الصلاة؟ نعم نسجد حين السجود لأنه فريضة واجبة للتقرب إلى الله والتوسل إليه في السؤال السادس والسابع إجمال وقصور أيضا ومع ذلك أنكر الدرزي أي يكون الركوع فرضا وذكر أنه نافلة أما السجود فعترف بفرضيته ولكنه أجمل في كيفيته وكأن هناك تواطؤا بين السائل والمجيب أو السائل والمجيب شخص واحد وهذا مما ينقض قوله في الجواب عن السؤال الأول ديننا الإسلام لأن الصلاة في الإسلام ليست حلقة ذكر وإنما هي خمس صلوات في كل يوم وليلة بالصفة التي عرفت من الدين بالضرورة فهو مفتر بالنص وبالإجماع هل تصومون شهر الصيام؟ جواب إن البعض خصوصا الشيوخ يصومون ولكن في عرفنا أن الصوم الظاهري نافلة وأما الصوم الحقيقي فهو صيامة النفس عن المحرمات وهو في هذه الحالة فريضة لازمة مدى الحياة وليس بأوقات معينة لأننا نعتقد أن لا نفعل الصوم الظاهري مع مخالفة ما ينهى الله ورسوله عنه أنكر الدرزيو في جوابه عن السؤال الثامن فرض صيام رمضان فقال إن الصوم الظاهري نافلة وفسر الصيام الحقيقي عنده بصيامة النفس عن المحرمات وهذا إنكار لما علم من الدين بالضرورة وتحريف للنصوص يسقط عن المكلفين في زعمه وكذلك يسقط ما أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من شعائر الإسلام وهو كفر صريح وردة عن الإسلام بالنص والإجماع ومناقض لدعواه أن دينهم الإسلام هل تحجون جواب إن الحج في عرفنا هو نافلة أيضا لقول الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فكلمة من استطاع هي عبارة عن فسحة واسعة للذين لم يستطيعوا أداء فريضة الحج في الجواب عن السؤال التاسع سلك نفس المسلك فأنكر فريضة الحج كما أنكر فريضة صيام رمضان فقال إن الحج في عرفنا نافلة فجحد فرضيته وهذا كفر لأنه إنكار لما علم من الدين بالضرورة ثم موه بإيراد آية صريحة في تأكيد وجوب الحج على المستطيع وإنما الفسحة في الآية لغير القادر عليه بنفسه ولا بنائب عنه وفي هذا أيضا تكذيب لزعمه في جواب السؤال الأول أن دين الدروز هو الإسلام السؤال العاشر وهل منكم من حج إلى مكة؟ جواب نعم كثير مننا من زار مكة المكرمة والمدينة المنورة في السؤال العاشر إجمال وقصور يهيئ للمجيب طريق الهروب ويمهد له سبيل الحيدة وإذا أتى المسؤول بجواب إجمالي يمكن حمله على رحلة عادية إلى مكة كرحلة إلى أي بلد للترفيه عن النفس مثلا فقال كثير مننا من زار مكة المدينة المنورة وهذا هو دين القرامطة الباطنية فإن دأبهم التلبيس واستعمال التقية كما تقدم كيف تصلون على الميت؟ جواب إن صلاتنا على الميت هي على السنية هي على الطريقة الشافعية ولكي نكفيكم مؤونة البحث الكثير فإننا نقدم لكم هذا الكتاب الصادر من لدن مشيخة العقل الجليلة التي هي عندنا المرجع الأعلى للمذهب التوحيدي ومن هذا الكتاب تعرفون حقيقة تقوصنا المذهبية في الصلاة على الميت وفي كتابة عقود الزواج وفي الإرث بعد الموت وخلاف ذلك وعند تصفح السائل الكتاب التفت إلى المسؤول وقال أنتم حقا مسلمون الجواب عن هذا السؤال الحادي عشر كاذب وتناقض فإنه نفى نفيا عاما في جواب السؤال الثالث أن يكون الدروز من أهل السنة وأثبت هنا أنهم يصلون صلاة الجنازة على مذهب الشافعي والشافعي من أهل السنة فكيف صارت صلاتهم على الجنازة على مذهبه ثم حاد عن إضاح الجواب وأحال على كتاب مبهم لم يعينه باسمه حتى يرجع إليه الناس ليعرفوا صدقه في دعواه أن صلاتهم على الميت هي على السنة وعلى مذهب الشافعية ثم ذكر الدرزي أن العالم السني المزعوم قال بعد تصفح الكتاب إنكم حقا مسلمون وتقدم أن هذا الاعتراف في مثل هذه المحاورة المصطنعة لا حظ له من الاعتبار بل هو مجرد تمويه وتغرير ودعاية كاذبة لمذهب الدروز ولو كان مذهب الدروز يوافق الإسلام لأظهره وبيّن اسم الكتاب حتى يرجع لمعرفة الحقيقة لكنه خاف الفضيحة فأبهم ولم يوضح كما هو دأبه فيما تقدم ودأب قومه نسأل الله لأياذ منه كيف طريقة تقسيم الميراث عندكم جواب إن طريقة تقسيم الميراث عندنا هي حسب الفريضة الشرعية إذا لم يترك الميت وصية وأما إذا ترك وصية فيكون الميراث منطوق الوصية لأن الوصية عندنا فريضة يجب العمل بموجبها وذلك عملا بالآية الكريمة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفين ثم عملا بالآية الكريمة بعد وصية يوصي بها أودين كيف طريقة الوصية عندكم جواب إن طريقة الوصية هي أن للإنسان كل الحق أن يوصي بماله لمن يشاء سواء كان قريبا أو بعيدا إن مذهب السنة يمنع الوصية للوارث فلماذا أنتم توصون له جواب نحن نوصي للوارث عملا بالآية الكريمة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للواردين والأقربين فمن هذه الآية الكريمة يتبين حقا جليا أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث ونحن على الطريقة سائرون ذكر الدرزي في جواب هذه الأسئلة أي السؤال الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر أن الميراث عندهم حسب الفريضة الشرعية ولم يعينها ثم قيد ذلك بما إذا لم تكن هناك وصية فإن كانت هناك وصية بكل المال لغير وارث أو لوارث ولو على خلاف الفريضة الشرعية كانت العبرة في توزيع بقية التاركة بما نصت عليه الوصية وهذا يخالف نص الشريعة الإسلامية في أنه لا وصية لوارث وقد أجمع على ذلك المسلمون وبذلك يعرف كذبه في جوابه عن السؤال الأول بأن دين الدروز هو الإسلام ثم آية يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين والتي بعدها فيها بيان للفرائض الشرعية للميراث وتفصيل لأنصباء الورثة وأمر من الله بالوقوف عند الحد الذي قدره الله لكل وارث فلم يترك لنا الخيار في من ننصي له من هؤلاء المذكورين في الآيتين ولا الخيار في القدر الذي ننصي به لكل منهم بل بيان أنواع الورثة ونصيب كل نوع منهم وألزمنا بذلك وأبين سبحانه أن تقسيم التاركة عليهم إنما يكون بعد قضاء ما على الميت من الديون وبعد تنفيذ ما أوصى به من المال في حدود الثلث لغير وارث كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستدلال الدوزي بالآيتين فيه إجمال وتلبيس وخلط في المراض بالوصية في توزيع المواريث والوصية التي تنفذ قبل التوزيع والتقسيم ثم إنه ضرب صفحا عن السنة التي لابد من اعتبارها في تقييد الوصية وأعرض عن إجماع المسلمين في ذلك وهذا دأب المبطل في استدلاله إجمال وتمويه وتشبيه على من يناظره ليخدعه عن الحق بتزيين الباطل له وبهذا يظهر إلحادهم في القرآن وتحريفهم له عن معانيه الصحيحة ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ولإجماع الصحابة ومن بعدهم من آئمة المسلمين إرضاء لأهوائهم وموافقة لمن هو على شاكلتهم سؤال هل تعددون الزوجات؟ جواب كلا نحن لا يجوز بمذهبنا تعدد الزوجات عملا بالآية الكريمة وخلقناكم أزواجا و ومن كل شيء خلقنا زوجين و فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة و ولن تعدلوا أبدا على النساء وإن حرصتم وبما أننا نعتقد أنه لا يمكن العدل بين الاثنين فإن المشروع أوجب علينا الاقتران بواحدة أنكر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال الخامس عشر ما علم من الدين بالضرورة جوازه وهو مشروعية تعدد الزوجات وحاول الاستدلال على باطله بما لا دليل له فيه فاستدل بقوله تعالى وخلقناكم أزواجا وقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين ومعلوم أن الآيتين في بيان سنة الله الكونية في خلق الأشياء وأن حكمته اقتضت أن يخلق في كل نوع من الأحياء حيوانات ونباتات ذكرا وأنثى وفي كل نوعين متقابلين ليكون التلقيح والنسل وتستقر الحياة وتتحقق المنافع والمصالح وليست الآيتين في حكم تعبد الزوجات من قريب ولا من بعيد فالاستدلال بهما على منع تعدد الزوجات إلحاد في القرآن وميل به إلى غير ما قصد به وأما قوله تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم فصريح في صدر الآية في جواز تعدد الزوجات عند الأمن من الجور في القسمة بينهم في المعيشة والنفقة وهو ممكن مستطع وأما قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فالمقصود منه نفي استطاعة العدل في الحب القلبي والميل النفسي لا نفي استطاعة العدل في المبيت والنفقة وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه بقوله وعمله فتزوج زوجات وعدل بينهن في المعيشة والنفقة وقال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلوني فيما تملك ولا أملك وأجمع الصحابة على جواز تعدد الزوجات وعملوا بذلك وهم عرب وبلغتهم نزل القرآن وهم أفهم من الدرزي وأمثاله ممن يتبعون أهواءهم في تفسير كتاب الله مجارة للنصارى والملحدين وإرضاء للجنس اللطيف في نظرهم وقد حرف الدرزي لفظ الآية الرابعة وهي قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وأدخل فيها ما ليس منها هل يجوز عندكم الطلاق؟ جواب نعم يجوز الطلاق لأسباب المشروعة وأما الذي يطلق لغير سبب المشروع أو غير طراض بينه وبين مطلوقته فعليه أن يقدم لها نصف ما يملك وأما إذا كانت هي المتسببة في الطلاق من جراء جرم فعلته فعليها دفع نصف ما تملك للزوج اعترف الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي السادس عشر بأن الطلاق جائز لكن لأسباب المشروعة وأبهم هذه الأسباب التزاما بمبدأ التقية في عدم بيان حقيقة مذهب الدروز كما هو دأبهم في حديثهم مع من يخالفهم ثم أضاف إلى ذلك طامة كبرى وتشريعا ما أنزر الله به من سلطان فأوجب على الزوج أن يقدم لزوجته نصف ما يملك إن طلقها بغير سبب المشروع أو عن غير طراض بينهما وأوجب عليها أن تدفع نصف ما تملك للزوج إن كان طلقها من أجل جرم فعلته وهذا مخالف صراحة لما شرع في الإسلام من حقوق الزوجين عند الطلاق ومناقض لما قاله في جوابه عن السؤال الأول ديننا الإسلام سمعنا أنكم تعتقدون التقمص وعلى أي شيء تبنونه جواب نعم نعتقد التقمص ونبني هذا لاعتقاد على سببين أحدهما المنقول والثاني المعقول فأما المنقول قول الآية الكريمة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فمن هذه الآية الكريمة وبعض آيات غيرها نفسرها طبقا لهذا المعتقد وأما الذي من المعقول فهو لما كان الله تعالى عادلا في خلقه فلماذا جعل بينهم هذا التفوت العظيم من غنى وفق وسعد ونحس وحسن وقبيح طالما الناس يخلقون جديدا في هذه الدنيا فمن هذا التفوت الكبير ومن اعتقادنا الراسخ بأن الله جل جلاله منتهى العدل ومن الآية الكريمة المار لذكرها فإننا نعتقد التقمص ذكر الدرزي التقمص في جوابه عن هذا السؤال أي السابع عشر وأدلته من النقل والعقل في نظر الدرز قد تقدم بيان معنى التقمص ومناقشته في أدلته منقلية عليه في الفقرة الرابعة من مناقشة المحاورة الأولى وبيان أن القول به مجرد خرص وتخمين فإن تفصيل البعث والجزاء يوم القيامة وبيان نوعه وكيفيته من الأمور السمعية التي لا مجال للعقول في تحديدها وأما ما استدلوا به عقلا من كمال عدل الله وحكمته وتفاوت الخلق في سلوكهم وأرزاقهم وأعمالهم وأخلاقهم وأن مقتضى عدله تعالى فيهم أنه يجزي كل نفس بما كسبت بأن يخلقهم مرة أخرى في الدنيا ليوفي كل نفس جزاءها وذلك يجعل روح من نات في بدن آخر في الدنيا لتشقى بوجودها فيه فيقال لا دلالة فيما ذكر على خصوص عود روح عند موت صاحبها إلى بدن آخر في الدنيا بل ذلك مجرد تخمين وإنما دل على تفصيل الجزاء وكيفيته نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وأن ذلك يكون في يوم آخر بعد انتهاء الدنيا يسمى يوم البعث والنشور ويوم القيامة وقد يعجب الله بعض الجزاء لبعض عباده في الدنيا كما يشاء لا كما عينه الدروز في التقمص التناسخ خاصة هل تعتقدون أن عمر وأبو بكر وعثمان هم أحق من علي بالخلافة بعد النبي أم علي أحق منهم جواب هذا شيء يعلمه الله تعالى ولكن نحن نعتقد بأن العمر محتوم عملا بالآية وليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وحيث إن أبا بكر وعمر وعثمان توفوا في حياة علي فلو ولي علي الانخلافة بعد النبي لكان أبا بكر وعمر وعثمان توفوا في حياته ولم يتسنى لهم تأدية رسالتهم إلى الأمة لذلك قضت نشيئة الله عز وجل بما قضت حتى يؤدي كل واحد منهم رسالته في حينها خدمة للأمة بتقدير من الله عز وجل حادت درزي عن الجواب على هذا السؤال أي الثامن عشر فقال الله أعلم ولزم التقية كما هو دأبه ودأب قومه في إخفاء حقيقة مذابهم على من ليس منهم ثم فلسفة أخيرة خلافة علي عن الثلاثة الخلفاء فلسفة ملتوية فذكر أن الله علم أن الثلاثة سيموتون قبل علي فجعل خلافتهم قبل خلافته ليؤدي كل منهم رسالته خدمة للأمة ولو تولى علي من الخلافة قبلهم لم يتسن لهم أن يتولوها لوفاتهم قبله فاقتضت نشيئة الله أن يكون واقع الخلافة كونا على الترتيب المعروف وفي هذه الفلسفة حيدة عن الجواب عما سئل عنه من الحكم الشرعي إلى بيان ما زعمته حكمة الترتيب الكوني ومع ذلك فجوابه مناقض لعقيدتهم في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم فإنهم يسبون الثلاثة ويؤلهون علي فالجواب كله حيدة ومعربة وتطبيق لمبدأ التقية ويفهم من كلامه أن تولي الخلفاء الثلاثة الخلافة قبل علي لم يكن لفضلهم عليه وإنما كان لأمر كوني يقتضطهم نشيئة الله وهذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة هل تفضلون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على حسب ترتيبهم في الخلافة جواب نعم ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في المنزلة على أحد بل نعتقد أن علي أعلى منهم وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في حجة الوداع يوم الخطبة من كنت أنا مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه تنقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال التاسع عشر وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل فقال نعم أي نفضل الخلفاء الأربعة حسب ترتيبهم في الخلافة ثم قال لا نفضلهم في المنزلة على أحد وهذا صريح في أنهم لا يفضلونهم على أحد من الخلق عام ثم أخبر بأن علي أعلى منهم رضي الله عنهم أجمعين مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن علي أخبر أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم ومع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه والدمهور على تفضيل عثمان عليه رضي الله عنهم ثم استدل لأفضليته عليهم بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي موالاه وعادي من عاداه الحديث فقد أجاب عنه شيخ الإسلام بن تيمية بما يأتي وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي موالاه إلى أخيه فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في التجنذي وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه وأما الزيادة فليست في الحديث وسئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية ولا ريب أنها كذب لوجه أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال ومعلوم أن علي منازعه الصحابة وأتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كنتوفى عنها زوجها وهي حامل وقوله اللهم منصر من نصر إلى آخر خلاف الواقع قاتل معه أقوام يوم صفين فمنتصروا وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا كسعب الذي فتح الأراق لم يقاتل معه وكذلك أصحاب معاوية وبني أميه الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله وكذلك قوله اللهم والي من والاه وعادي من عاداه مخالف لأصل الإسلام فإن القرآن قد بيّن أن المؤمنين إخوه مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره ومنهم من حسنه فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصة بها بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين والموالاة ضد المعادى ولا ريب أنه يجب الموالاة المؤمنين على سواهم ففيه رد على المواصب انتهى كلامه انتهى الشريط السادس والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط السابع والعشرين الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ولا زينا مع العقيدة نتابع القراءة في المحاورة المزعومة بين درزي مزعوم وسمي موهوم هل تفضلون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي حسب ترتيبهم في الخلافة؟ جواب نعم ولكن في ذات الوقت لا نفضلهم في المنزلة على أحد بل نعتقد أن علي أعلى منهم وذلك عملا بكلام الرسول حيث قال في حجة الوداع يوم الخطبة من كنت أنا مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه تنقض الدرزي في جوابه عن هذا السؤال أي التاسع عشر وغمط الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان حقهم في الفضل فقال نعم أي نفضل الخلفاء الأربع حسب ترتيبهم في الخلافة ثم قال لا نفضلهم في المنزلة على أحد وهذا صريح في أنهم لا يفضلونهم على أحد من الخلق عامة ثم أخبر بأن علي أعلى منهم رضي الله عنهم أجمعين مع أنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن علي أخبر أن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم ومع إجماع الأمة على أن أبا بكر وعمر أفضل منه والجمهور على تفضيل عثمان عليه رضي الله عنهم ثم استدل عليهم بحديث من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه الحديث فقد أجاب عنه شيخ الإسلام بن تيمية بما يأتي وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه إلى آخره فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في التلميذي وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه وأما الزيادة فليست في الحديث وسئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية ولا ريب أنها كذب لوجوه أحدها أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال ومعلوم أن علي ينازعه الصحابة وكذلك ينازعه أتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زودها وهي حامل وقوله اللهم منصر من نصره إلى آخره خلاف الواقع قاتل معه أقوام يوم صفين فمنتصروا وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا كساعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه وكذلك أصحاب معاوية وأبنين أمية الذين قاتلوا فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله وكذلك قوله اللهم والي من والاه وعاد من عاده مخالف لأصل الإسلام فإن القرآن قد بيّن أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره ومنهم من حسنه فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصة بها بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين والموالاة ضد المعادة ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم ففيه رد على المعاصب انتهى كلامه يتضح مما تقدم أن كل شيء عندكم من الاعتقاد تبنونه على آية كريمة أو على حديث شريف جواب نحن لا نعمل بالرأي أو القياس ولكن بما أمرنا به لا أدرة بما جاء في هذا السؤال الأشرين وجوابه من الاعتراف بأن الدروز يبنون عقيدتهم إما على آية أو حديث لما تقدم من أن المناظرة مصطنعة وعلى تقدير أن لها واقعة فليس كل مناظر من المسلمين يمثل أهل السنة ودعوى الدرزي أن الدروز لا يعملون بالرأي ولا بالقياس دعوى يكذبها الواقع بشهادته بإلحادهم وعملهم بالهوى وفيها معربة وتقية حيث قال ولكن نعمل بما أمرنا به فبنى الفعل للمجهول حتى يتم له التلبيس في من يكون منه الأمر أهو الحكم بأمره وسائر الأئمة المعصومين بزعمهم أم غيرهم ولا غرابة فالتقية شعارهم وهم لا يألون جهدا في استعمالها وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تناسخ الأرواح سؤال قال لنا أستاذ الفلسفة إن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر فهل هذا صحيح؟ وإن كان صحيحا فكيف أن الروح هي التي تعذب وتحاسب وإن انتقلت فيحسب الإنسان الآخر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ما ذكروا لكم أستاذ الفلسفة من أن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر ليس بصحيح والأصل في ذلك قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرديتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وجاء تفسير هذه الآية فيما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرديتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم ثم نسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم نسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون الحديث قال ابن عبدالبر معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن سعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنه أجمعين وغيرهم وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك وذكروا أن القول بانتقال الروح من جسم إلى آخر هو قول أهل التناسخ وهم من أكثر الناس وقولهم هذا من أبطل الباطل سؤال هناك من يقول إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قرد وتطور فهل هذا صحيح وهل من دليل جواب هذا القول ليس بصحيح والدليل على ذلك أن الله بيّن في القرآن أطوار خلق آدم فقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم إن هذا التراب ضل حتى صار طينا اللازبة يعلق بالأيدي فقال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ وقال تعالى إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ تِينٍ لَّازِبَ ثم صار حماء مسنون قال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَءٍ مِّنْ مِّنْ ثم لما يرسى صار صلصالا كالفخار قال تعالى خلق الإنسان من صلصال منك الفخار وصوره الله على الصورة التي أرادها ونفخ فيه روحه قال تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَءٍ مِّسْمُونٍ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم فقال تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِّنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيمٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أما زوجة آدم حواء فقد بيّن الله تعالى أنه خلقها منها فقال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالٍ كَثِيرًا وَنِسَاءًا الآية فما حكم الإسلام في هذا الميت وفي من أقاموا أو سمحوا بإقامة هذه الشعائر ما هي الماسونية وما حكم الإسلام فيها الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد جواب لم يعرف وضع الميت في تابوت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم وخير للمسلمين أن يسيروا على نهجهم ولذا كره وضع الميت في تابوت سواء كانت الأرض صلبة أم رخوة أم ندية وإذا أوصى بوضعه في تابوت لم تنفذ وصيته وأجاز ذلك الشافية إذا كانت الأرض رخوة أو ندية ولا تنفذ وصيته عندهم إلا في مثل هذه الحالة أما الماسونية فهي جمعية سرية سياسية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلها وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة ويؤيد ذلك ما أعلنه الماسوني فلان في مؤتمر الطلاب الذي عقد سنة خمس وستين وثمانمائة وألف ميلادية في مدينة لييج التي تعتبر أحد المراكز الماسونية من قوله يجب أن يتغلب الإنسان على الإله وأن يعلن الحرب عليه وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق ويؤيده ما ذكر في المحفل الماسوني الأكبر سنة إثنتين وعشرين وتسعمائة وألف ميلادية في الصفحة الثامنة والتسعين ومصه سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد بكل ما أوتينا من طاقة وسوف نعلنها حربا شعواء على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو الدين ويؤيده أيضا قول الماسونيين إن الماسونية تتخذ من النفس الإنسانية معبودا لها وقولهم إنا لا نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم إنما غايتنا الأساسية إبادتهم من الوجود مضابط المؤتمر الماسوني العالمي سنة ثلاث وتسعمائة وألف ميلادية الصفحة الواحدة بعد المئة والثانية بعد المئة وقولهم ستحل الماسونية محل الأديان وإن محافلها ستحل محل المعابد إلى غير هذا مما فيه شدة عداوتهم للأديان وحربهم لها حربا شعواء لا هوادة فيها والجمعيات الماسونية من أقدم الجمعيات السرية التي لا تزال قائمة ولا يزال من شاؤها غامضة وغايتها غامضة على كثير من الناس بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها لإحكام رؤسائها ما بيت من مكر سيء وخداع دفين ولشدة حرصهم على كتمان ما أبرموه من تخطيط وما قصدوا إليه من نتائج وغايات ولذا يدبر أكثر أمورها شفوية وإن أريد كتابة فكرة أو إذاعتها عرضت قبل ذلك على الرقابة الماسونية لتقرها أو تمنعها وقد وضعت أسس الماسونية على نظريات فأخذت من مصادر عدة أكثرها التقاليد اليهودية ويؤيد ذلك أن النظم والتعاليم اليهودية هي التي اتخذت أساسا لإنشاء المحفل الأكبر سنة 17 و700 ألف ميلادية ولوضع رسومه ورموزه وأن الماسونيين لا يزالون يقدسون حيرام اليهودي ويقدسون الهيكل والمعبد الذي شيده حتى اتخذوا منه نماغج للمحافل الماسونية في العالم وأن كبار الأساتذة من اليهود لا يزالون العمود الفقري للماسونية وهم الذين يمثلون الجمعيات اليهودية في المحافل الماسونية وإليهم يرجع انتشار الماسونية والتعاون بين الماسونيين في العالم وهي القوة الكامنة وراء الماسونية وإلى خواصهم تسند قيادة خلاياها السرية يدبرون أمره ويرسمون الخطط لها ويوجهونها سر كما يشاءون ويؤيد ذلك ما جاء في مجلة أكاسيا الماسونية سنة ثمانين وتسعمائة وألف ميلادية في العدد السادس والستين من أنه لا يوجد محفل ماسوني خال من اليهود وأن جميع اليهود لا تحتضن المذاهب بل هناك المبادئ فقط وكذلك الحال عند الماسونية ولهذه العلة تعتبر المعابد اليهودية خليفتنا ولذا نجد بين الماسونيين عددا كبيرا من اليهود انتهى كلامهم ويؤيد أيضا ما ذكر في سجلات الماسونية من قولهم لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة لهدم الأديان هي الماسونية وأن تاريخ الماسونية يشبه تاريخ اليهود في الاعتقاد وأن شعارهم هو نجمة داود المسدسة ويعتبر اليهود والماسونيين أنفسهم معا الأبناء الروحيين لبناة هيكل سليمان وأن الماسونية التي تزيف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لإعلاء اليهودية وأنصارها وقد استفاد اليهود من بساطة الشعوب وحسنميتها فدخلوا في الماسونية واحتلوا فيها المراكز الممتازة وبذلك نفف الروح اليهودية في المحافل الماسونية وسخروها لأغراضهم انتهى كلامه ومما يدل على شدة حرصهم على سبيتها وبذليهم الجهد في كتمان ما يخططون لهدم الأديان وتبييتهم المكر السيء لإحتاث الانقلابات السياسية ما جاء في بروتوكولات حكماء صهيون من قولهم وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدنا وستتألف هذه القيادة من علمائنا وسيكون لهذه الخلايا ممثلوها الخصوصيون كي تحضب المكان الذي تقيم فيه قيادتنا حقيقة وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم وفي رسم نظام اليوم وفي هذه الخلايا سنضع الحدائل والمصايد لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية وإن معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل ولكن الأكلاء في البوليس الدولي السري تقريبا سيكونون أعضاء في هذه الخلايا وحينما تبدأ المؤامرات خلال العالم فإن بدأها يعني أن واحدا من أشد أكلائنا إخلاصة يقوم على رأس هذه المؤامرات وليس إلا طبيعيا أننا كنا الشعب الوحيد الذي يوجه المشروعات الماسونية ونحن الشعب الوحيد الذي يعرف أن يوجهها ونعرف الهدف الأخير لكل عمل على حين أن الأمميين أي غير اليهود جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية ولا يستطيعون حتى رؤية النتائج العاجلة لما هم فاعلون إلى غير ذلك مما يدل على قوة الصلة بين اليهودية والماسونية ومزيد التعاون بين الطائفتين في المؤامرات الثورية وإحداث الحركات الهدامة وعلى أن الماسونية في ظاهرها دعوة إلى الحرية في العقيدة والتسامح في الرأي والإصلاح العام للمجتمعات ولكنها في حقيقتها ودخيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج وتفكك في المجتمعات وانفصام لعرى الأمم ومعاول هدم وتقريض لصرح الشرائع ومكارم الأخلاق وإفساد وتخريب للعمران وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضوا في جماعة الماسونية وهو على بينة من أمرها ومعرفة بحقيقتها ودفين أسرارها أو أقام مراسمها وعني بشعائرها كذلك فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين ومن انتسب إلى الماسونية وكان عضوا في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقتها ولا يعلم ما قامت عليه من كيد للإسلام والمسلمين وتبيت الشر لكل من يسعى لجمع الشمل وأصلاح الأمم وشاركهم في الدعوة العامة والكلمات المعثولة التي لا تتنافى حسب ظاهرها مع الإسلام فليس بكافر بل هو معظوم في الجملة لخفاء واقعهم عليه ولأنه لم يشاركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم ورسم الطريق لما يصل بهم إلى غاياتهم المنقوطة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث لكن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا تبين له أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل جهده في نشر أسفارهم وما بيت للمسلمين من كيد وبلاء ليكون ذلك فضيحة لهم ولتحبط به أعمالهم وينبغي للمسلم أن يحطاط لمفسه في اختيار ما يتعاون معه في شؤون دينه ودنياه وأن يكون بعيدا نظري في استفاء الأخلاء والأصدقاء حتى يسلم من مغبة الدعايات الخلابة وسوء عقبة الكلمات المعصولة ولا يقع في حبائل أهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها للأغرار وأرباب الهوى وضعاف العقول وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم المهدية سؤال الأنصار أنصار الإمام المهدي المنتشرة في غرب السودان والتي يدين بطريقتهم ملايين من عوام الناس يقول المهدي في منشوراته والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام جيشي ويبشرني بالنصر ما رأيكم في هذه الخرافات والدجل نرجوكم الرد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولاً دعوى هذا الرجل أنه المهدي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام جيشه ويبشره بالنصر كاذب وزور ومخالفة لشرع الله ولواقع الأمر المتفق عليه بين أهل الملة الإسلامية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره إلا يوم البعث لقول الله سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقوله سبحانه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختشمون وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ثانياً سبق أن كتب في المهدي الانتظر أشخاص عدة كتابات من أجمائها وأقربها للصواب ما كتبه فضيرة الشيخ عبد المحسن العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم البدع سؤال اختلف علماؤنا في البدعة فقال بعضهم البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح فهل هذا صحيح؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق ثم منها ما يتعلق بالمعاملات وشؤون الدنيا كاختراع الآيات النقل من طائرات وسيارات وقاطرات وأجهزة الكهرباء وأدوات الطهي والمكيفات التي تستعمل للتدفئة والتبريد وآلات الحرب من قنابل وغواصات وذبابات إلى غير ذلك مما يرجع إلى مصالح العباد في دنياهم فهذه في نفسها لا حرج فيها ولا إثم في اختراعها أما بالنسبة للمقصد من اختراعها وما تستعمل فيه فإن قصد بها خير واستعين بها فيه فهي خير وإن قصد بها شر من تخريب وتدمير وإفساد في الأرض واستعين بها في ذلك فهي شر وبلاء وقد تكون البدعة في الدين عقيدة أو عبادة قولية أو فعالية كبدعة نفي القدر وبناء المساجد على القبور وإقامة القباب على القبور وقراءة القرآن عندها للأموات والاحتفال بالموالد إحياء لذكر الصالحين والوجهاء والاستغافة بغير الله والطواف حول المزارات فهذه يجي وأمثالها كلها ضلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لكن منها ما هو شرك أكبر يخرج من الإسلام كالاستغافة بغير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية والذبح والنذر لغير الله إلى أنثال ذلك مما هو عبادة مختصة بالله ومنها ما هو ذريعة إلى الشرك كالتوسل إلى الله بجاه الصالحين والحلف بغير الله وقول الشخص ما شاء الله وشئت ولا تنقسم البدع في العبادات إلى الأحكام الخمسة كما زعم بعض الناس لعموم حديث كل بدعة ضلالة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هي محدثات الأمور وما معناها جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض المراد بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور كل ما أحدثه الناس في دين الإسلام من البدع في العقائد والعبادات ونحوها مما لم يأتي به كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذوه دينا يعتقدونه ويتعبدون الله به زعما منهم أنه مشروع وليس كذلك بل هو مبتدع نموع كدعاء من مات من الصالحين أو الغائبين منهم واتخاذ القبور مساجد والطواف حول القبور والاستنجاد بأهلها زعما منهم أنهم شفعاء لهم عند الله ووسطاء في قضاء الحاجات وتفريج الكربات واتخاذ أيام موالد الأنبياء والصالحين أعيادا يحتفلون فيها ويعملون ما يزعمونه قربات تخص ليلة المولد أو يومه أو شهره إلى أنثال ذلك مما لا يكاد يحصى من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء منها ويطلح مما ذكرنا أن بعض المحدثات يكون شركة كالاستغاثة بالأموات والنذر لهم وأن بعضها يكون بدعة فقط ولم تبلغ أن تكون شركة كالبناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ما لم يغلى في ذلك بما يجعله شركة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال فقد قدمت إليك الحديث الآتي ذكره فقد أشكل علي ووقع الاختلاف بين الطلبة فيه ثم عرضته عليك لتشرحه لي مكتوبا لأطالع فيه ويطالع كل طالب مثلي فيزول الوهم عن قلوبنا وهذا هو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمرت عينه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرم بين إصبعيها السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول وأنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم ورد هذا الحديث بلفظ كل بدعة ضلالة وأنا ضد البدعة وأجاهد معها بسيف السنة الصحيحة عرضت لك هذا الحديث بتشرح لي وتبين ما هي تلبدعة لغة نصف لاحة حتى لا أنكر شيئا ليس منها وقد شرح بعض الفقهاء قالوا إن البدعة على الأحكام الخمسة فهل لهم دليل على ذلك التقسيم فقالوا منها واجبة ومباحة ومكروهة ومندوبة ومحرمة أطلب من سماحتكم شرح ذلك واضحة فقد وقع بين الطلبة اختلاف في كلمة كل بدعة ضلالة قالوا لأن لفظ كل يقتضي الحصر إلا إذا أتى بعدها استثناء وأيضا رويا أبو داود والتلمذي بحديث طويل اختصرت بعضه فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رويا بلفظ إن كل محدثة بدعة إلى آخره أرجو منك يا سماحة الشيخ حل هذه المشكلة التي بهنت عني ولا يحلها لي غيرك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا هذه الشريعة كاملة من عند الله فليست بحاجة إلى تكميل من البشر قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة ثانيا الأصل في باب العبادات التوقيف فمن قال إن هذه العبادة مشروعة فعليه أن يأتي بالدليل الشرعي الدالي على مشوائيتها وإلا فهي مردودة فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثالثا معنى البدعة لغة واصطلاحة أما معناها اللغوي فهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق وأما معناها الاستلاحي فهو إحداث عبادة قولية أو فعلية أو عقدية لم يشراها الله سبحانه وتعالى والبدع كلها ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رابعا أما تقسيم البدعة في الدين إلى خمسة أقسام فلا نعلم له أصلا في الشرع وننصحك بالرجوع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي فقد تكلم فيه عن البدع بما لا تكاد تجدوه مجموعا في غيره وكذلك كتاب السنن والمبتدعات وكتاب الإبداع في مضار الابتداع وتمليه الغافلين للنحاس وزاد المعاد للعلامة بن القيم واقتضاء الصلاة المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية خامسا أما لفظ كل فليس من ألفاظ الحصر بالمعنى الاستلاحي بل هو من ألفاظ العموم كما هو مقرر في علم الأصول وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الوجه الثاني يبدأ حالا ولكننا نستعملها وهل القرآن الشريف طبعه وكتابته يمكن أن تكون بدعة أو محدثة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولا قسم العلماء البدعة إلى بدعة دينية وبدعة دنيوية فالبدعة في الدين هي إحداث عبادة لم يشراها الله سبحانه وتعالى وهي التي تراد في الحديث الذي ذكر وما في معناه من الأحاديث وأما الدنيوية فما غلب فيها جانب المصلحة على جانب المفسدة فهي جائزة وإلا فهي ممنوعة ومن أمثلة ذلك ما أحدث من أنواع السلاح والمراكب ونحو ذلك ثانيا الطائرة ومكبرات الصوت ونحو ذلك من الأمور العادية الدنيوية المبتدعة وليس فيها محظور شرعي فاستعمالها لا محظور فيه إذا لم يكن في ذلك ظلم لأحد ولا نصر لبدعة أو منكر وليست داخلة في الأحاديث المحذرة من البدعة ثالثا طبع القرآن وكتابته من وسائل حفظه وتعلمه وتعليمه والوسائل لها حكم الغايات فيكون ذلك مشروعة وليس من البدع المنهية عنها لأن الله سبحانه ضمن حفظ القرآن الكريم وهذا من وسائل حفظه رابعا ننصحك بالرجوع إلى كتاب تنبيه الغافلين للنحاس والاعتصام للشاطبي والسنن والمبتدعات والإبداع في مضار الابتدع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم المبتدع المواظب على بدعته من قراءة القرآن على الميت قبل الدفن وبعده وذبح الشاه لإصلاح الطعام لمن جاء لحضور الجنازة ومن قراءة توسل القادرية منها سهل مرادنا بجاه أحمد ومن وضع المباخر في حلقتهم وغيرها ومن تشيع الجنازة بالتهليل وتلقين الميت عند القبر من العلماء ما يقول إنهم من الكفار لمخالفة قول رسول ليس الله عليه وسلم من التحذير عن البدع ومنهم ما يقول إنهم مسلمون عصاه جواب ليست البدع في درجة واحدة من الشر بل منها ما هو كفر ومنها ما هو معصية دون الكفر فقراءة القرآن على الميت قبل دفنه أو بعده وذبحشات مثلا لإصلاح طعام لمن حضر لتشيع الجنازة وتشيع الجنازة بالتهليل وتلقين الميت عند القبر وحلقة الذكر الجماعي ووضع المبخرة فيها من البدع التي أحدثها الناس فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا ولم تثبت عن صحابته رضي الله عنهم ولا عن آئمة السلف الصالح رحمهم الله فهذه من المعاصي والإصرار عليها يجعلها كبيرة وليست بكفر إلا بالنسبة لمن عرف أنها بدعة وأصر عليها يريد بذلك مضاهات شرع الله بتشريع من عنده تغيرا بالعام وصرفا لهم عن الصلاة المستقيم فهو كافر بتشريعه قصدا ما لم يأذن به الله واستباحته مخالفة شرع الله ودعاء الأموات والاستعانة بهم كعبد القادر الجيلاني وأحمد التيجاني ونحويهما لجلب نفع أو دفع ضر وتفريج كربة وأمثال ذلك شرك بالله وكفر به كشرك وكفر الجاهلية الأولى التي دعى النبي صلى الله عليه وسلم أهلها إلى التوحيد وحارب من أصر منهم على شركه وقاتلهم عليه قال الله تعالى بعد وصف نفسه بصفات ربوبية ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقد تكون بعض البدع ذريعة قريبة إلى الشرك كقول بعض المتصوفة سهل مرادنا بجاه أحمد وكالطواف حول الأضريحة متقربا إلى الله فإن قصد التقرب به إلى الولي صار شركا أكبر وكشد الرحال لزيارة قبور الصالحين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نطلب منكم أن تشرحوا لنا ما هي البدعة وأنواع البدع بكل وضوح الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد البدعة البدعة هي العبادة التي لم يشرعها الله كالاحتفال بالمولد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد انتهاء الأذان وأشباه ذلك وقد صنف جماعة من العلماء كتبا في بيان البدعة وأنواعها نرشد إلى بعضها فيما يلي واحد كتاب السنن والمبتدعات للشيخ محمد أحمد عبد السلام الحوامدي اثنان كتاب الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ كلاهما من علماء مصر وقبلهما بزمن طويل كتاب البدع والنهي عنها للإمام محمد بن أبضاح وكتاب الاعتصام للشاطبي وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهل يرد على البدعي عمل البدعة فقط أم جميع أعماله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد البدع تختلف فمنها ما ينافي أصل الدين ومنها ما يقع في صفة العبادة أو إحداث شيء في الدين لم يشرع فإن كان عمل المبتدع مما يقدح في أصل الدين كدعاء غير الله فبدعته وجميع عمله مردود قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور وإن كان في صفة العبادة مثل التكبير والذكر والتلبية الجماعية أو كانت البدعة في إحداث شيء في الدين لم يشرع كالاحتفال بالمولد فهذا العمل مردود على صاحبه لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال كم قسما تنقسم البدعة هل كل بدعة ضلالة وإذا كان ذلك كذلك أرأيت أن وضع الحركات في القرآن الكريم من ضمة وفتحة وكسرة وسكون ونقطة ونبرة كلها بدعة لأن القرآن الكريم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب إلا على صفحات وليس له حركات كما نراه اليوم هل وضع الحركات فيه من البدعة وهل هذه البدعة ضلالة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد البدعة تنقسم إلى بدعة دينية وبدعة عادية فالعادية مثل كل ما جد من الصناعات والاختراعات والأصل فيها الجواز إلا ما دل دليل شرعي على منعه أما البدعة الدينية فهي كل ما أحدث في الدين مضاهاتا لتشريع الله كالأذكار الجماعية بصوت واحد وكبدع الموالد وبدع الاحتفال بنصف شهر شعبان والسابع والعشرين من رجب وبليلة الأربعين من وفاة الميت وقراءة القرآن للأموات على القبور إلى أمثال ذلك مما لا يحصى عدا ولا أقسام للبدعة في الدين من حيث الحكم عليها بل كل بدعة ضلالة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم ولما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة أما نقط حروف القرآن وضبطها بالحركات فليس من البدع وإن لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكونه من المصالح المرسلة لدلالة أدلة الشرع الآمرة بحفظه على ذلك في الجملة ونوصيك بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي فإنه وفى الموضوع حقه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن بعض زملاء يقولون إن للبدعة قسمين الأول حسنة أي جوز العمل بها والثاني غير حسنة وأنا أعتقد أن هذا التقسيم غير صحيح باستدلالا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ماذا يقول الفقهاء الكرام وأئمة الإسلام عن هذه المسألة في ضوء الكتاب والسنة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا التفسير غير صحيح كما ذكرت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة والحديث رواه مسلم في صحيحه وفي الباب أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى ونوصيك بمراجعة كتاب البدع والحوادث للطرطوشي وكتاب البدع والنهي عنها لابن والضاح وتنبيه الغافلين لابن النحاس والإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية وزاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ذي القيم رحمة الله على الجميع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في مسجد من مساجد دمشق إذا صلينا يأمرون واحدا بدبر كل صلاة فرد ليرفع صوته بقراءة آية الكرسي وأقول هو الله أحد مع المعوذتين وإذا انتهى من القراءة يقرأ كل واحد من الجماعة يعيد قراءة آية الكرسي والمعوذتين من أولها إلى آخرها هل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هي بدعة وهل علي أن أوافقهم على هذا وأواضب عليه أم لا مع أنني أعرف أن قراءة آية الكرسي والمعوذتين ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم وهل يجوز أن يرفع أحد من المصلين صوته دبر كل صلاة فرد لقراءة آية الكرسي وغيرها قصد تعليم من لا يعرف قراءة آية الكرسي والمعوذتين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز رفع الصوت بقراءة ما ذكر عقب الصلوات لا من أحد من المصلين ولا من جماعتهم ولو بقصد التعليم بل هو بدعة لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وعلى هذا ليس لك أن تؤفقهم على بدعتهم بل عليك أن تنكر ذلك وتبين لهم الحق بقدر ما تستطيع بالحكمة والموائضة الحسنة لقوله تعالى أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموائضة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان سؤال أريد من فضلكم أن تشرحوا لي هذين الحديثين شرحا مبينة وذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها جواب معنى حديث من أحدث إلى آخره أن من ابتدع في الدين بضعة يضاهي بها تشريع الله فهي مردودة عليه غير مشروعة ومحدثها آثم وذلك مثل ما ذكر في جواب السؤال الأول من الجهر بآية الكرسي عقب الصلوات الخمس ومثل زيادة أشهد أن علي ولي الله في الأذان وجهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان أما إتيان المؤذن بها سرا فسنة أما معنى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخره أن من عمل بسنة صحيحة قد ترك الناس العمل بها فقد أحياها بذلك لتتابع الناس على العمل بها بسببه وكذا لو عظهم وذكرهم بها فتتابعوا على العمل بها ويؤيد هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر وجرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراه مجتاب النمار أو العباه متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ماذا يقول الإسلام في الرجل الذي يحدث شيئا في الإسلام فيراه عملا محمودا ويدعي أنه ليس من الأمور التي توقع الإنسان في البدع جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يعرض عمل هذا الرجل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما فهو حق وما خالفهما فهو مردود على صاحبه وأنت لم تذكر لنا شيئا من أعماله حتى نعلم منها أنها بدعة أو سنة وننصحك بقراءة كتاب الاعتصام للشاطبي ففيه بيان شاف كاف في معنى البدعة وأقسامها وأحكامها وأمثلتها وكذلك كتاب السنن والمبتدعات وكتاب الإبداع في مضار الابتدع وكتاب البدع والحوادث وكتاب تنبيه الغافلين لابن النحاس وغيرها من الكتب التي تميز بين السنة والبدعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إننا في قرية باقور مركز أبو تيج محافظة أسيط نعيش فترة من القلق بسبب ابتداء أمور ليست في الدين فنريد من سيادتكم جوابا شافيا على مبتدع حتى لا نتخبط ونطبق مبادئ الإسلام على بصيرة ونبذ المبتدعات ونزدرهم ثم ما هي الكتب الدال على ذلك هدان الله وإياكم إلى ما فيه الخير والهدى ثانيا إننا شباب مقبل على دينه برغم ما يلقاه من تعنت وعسف الآباء الذين طغت عليهم المادية وأهملوا أمور دينهم فما هي الكتب الصالحة الخالية من المبتدعات والأسباب الهادية على طريق الصواب مع أن الآباء يحرموننا حتى من المصروف بسبب إقبالنا على ديننا وإنكارنا للجهل والتخريف في الدين المبتدع عندهم فنريد من سيادتكم قائمة لذلك إن أمكننا أن نشتري بعضها لنعبد الله على علم وهل صحيح فيه أحاديث موضوعة وضعيفة وكيف نعرفها وخصوصا ما أكثر ما نجدوها متداولة على ألسنة بعض الآئمة ثالثا ما هي حقيقة هذه الطرق الكثيرة عندنا مثل الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية وغيرها وكيف نرد عليهم وما هي الكتب الشافية في ذلك وهل هم على حق كما يزعمونهم بذلك رابعا نرى أئمة كل على مذهب يخالف الآخر وغالبا ما ينتهي الموضوع على معركة بينهم تؤدي إلى أن بعض المصلين يتركون الصلاة فنريد جوابا شافيا كافيا في هذا الموضوع وهل نتبع مذهبا واحدا وكيف نوفق بين المذاهب حتى يستقر الأمر خامسا قد يتطول البعض على كتاب الله فيجعلنا تفسير الآيات حسب أهوائهم ليضلوا الناس عن ذلك مثال ذلك في سورة آل عمران قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيفسرون ذلك على الرقص في الأذكار والهمهمة ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي وهكذا وأمور أخرى فيحللون تحديد النسل والغناء للنساء والمدح للرسول ويستعملون في ذلك آلات الغناء والمجن فنريد منكم التبصير بأمور ديننا وأفهمها على حق والرد على المتدعين على الدين والكتب الشافية بذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم تذكر البدع التي تريد الجواب عنها حتى نذكر لك الجواب ولكن نحب أن ننبهك إلى أمر عظيم وهو أن الأصل في باب العبادات المنع حتى يرد الدليل عليها شرعا فلا يقال إن هذه العبادة مشروعة من أصلها أو من جهة عددها أو هيئتها إلا بدليل شرعي فمن ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله فما صدر منه مردود عليه قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثانيا ننصحك بتعلم كتاب الله وكثرة تلاوته وتدبره والعمل به والدعوة إليه وتتعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدعو الحاجة إليه فتقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب السنة وتسأل أهل العلم عما أشكل عليك ثالثا طريقة الشاذلية والأحمدية والسعدية والبرهانية ونحوها من الطرق طرق ضلال لا يجوز للمسلم أن يتبع واحدة منها بل الواجب عليه أن يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وصحابته من بعده الذين أخذوا بسنته وكذا من أخذ بها بعدهم قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين آلونهم ثم الذين آلونهم وقال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأما الرد عليهم فيحتاج إلى أن تعرف أنت تفاصيل عقائدهم وبدعهم وشبههم وتعرض ذلك على الكتاب والسنة ونرى أن تستعين في ذلك بالكتب المؤلفة في ذلك كالسنن والمبتدعات ومصرع التصوف لعبد الرحمن الوكيل والاعتصام للشاطبي والإبداع في مضار الابتدع للشيخ علي محفوظ وإغاثة اللهفان من مكائد الشيطان للعلامة ابن القيم وأمثال هذه الكتب رابعا الخلاف الموجود في الفروع الفقهية بين آئمة المذاهب الأربعة يرجع إلى الأسباب التي نشأ عنها كون الحديث يصح عند بعضهم دون بعض أو بلوغ الحديث لواحد دون الآخر إلى غير ذلك من أسباب الخلاف فيجب على المسلم أن يحسن الظن بهم فكل واحد منهم مجتهد فيما صدر منه من الفقه طالب للحق فإن كان مصيبا فله أجران أجر اجتهاده وأجر إصابته وإن كان مخطئا فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه وأما التقليد لهؤلاء الأئمة الأربعة فمن تمكن أن يأخذ الحق بدليل واجب عليه الأخذ بالدليل وإن لم يتمكن فإنه يقلد أوثق أهل العلم عنده حسب إمكانه وهذا الاختلاف في الفروع لا يترتب عليه منع المختلفين أن يصلي بعضهم خلف بعض بل الواجب منه أن يصلي بعضهم خلف بعض فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في المسائل الفرعية ويصلي بعضهم خلف بعض وهكذا التابعون وأتباعهم بإحسان خامسا الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن يفسر القرآن بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع وأما التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وأن بعض الناس يفسره بالرقص والأذكار والهمهمة ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي إلى آخر ما ذكر في السؤال فهذا تفسير باطل ليس له أصل مطلق ونصيك بمراجعة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها لتعرف الحق في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هناك من يقول إنه يجب اجتناب الكلام عن البدع والسنن لأنه إذا تكلم المدرس عن هذا فإنه يقع في مشاكل مع الناس لأن أكثرهم مبتدعون ولا يعرفون السنن وبالتالي يقع في تصادم معهم وبهذا تنشأ الفتن لعدم تقبل الناس هذه الدروس نظرا لأنها تخالف أهواءهم فهل من يصحح العقيدة بتطهيرها من البدع يسمى فتانة أم من يخالف أمر الله هو الذي يسبب الفتن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ينبغي للداعية أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه حكيما فيما يأمر به وما ينهى عنه وأن يوازن بين المصالح فيقدم راجحها على مرجوحها وينظر في المفاسد فيرتكب أخفها لدفع أشدها وإذا تعرضت المصالح والمفاسد ورجحت المصالح أخذ بها وإذا رجحت المفاسد تركها وبناء على ذلك فإنه ينبغي له أن يقرر السنة ويبينها وأن ينكر البدعة ويبينها للناس لكن بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخر هذه الآية الكريمة وَلَا يُسَمَّى بِذَلِكَ فَتَّانَا وبالله التوفيق وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وله بَقِيَّةَ عَلَى الشَّرِيْتِ الْثَامِنِ وَالْعَشْرِينَ الوجه الأول يبدأ حالاً وهذا هو شريط الثامن والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نواصل التسجيل في المجموعة الثالثة العقيدة بدع قراءة القرآن سؤال جاءني بعض طلبة دار الحديث بالمدينة المنورة بنسخة تسمى السور المنجيات فيها سورة الكهف والسجدة وياسين وفصلة والدخان والواقعة والحش والملك وذكر أنها وزع منها الكثير في حرم مكة والمدينة وغيرهما فهل هناك دليل على تخصيصها بهذا الوصف وتسميتها بهذا الاسم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كل سوره وآياته شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهدى من الكفر والضلال والعذاب الأليم وبيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وتقريره جواز الرقية ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه السور الثمان بأنها توصف أو تسمى بالمنجيات بل ثبت أنه كان يعوذ نفسه بالمعوذات الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلاق وقل أعوذ برب الناس يقرأهن ثلاث مرات وينفث في كفيه عقب كل مرة عند النوم ويمسح به ما وجهه وما استطاع من جسده وأرقى أبو سعيد بفاتحة الكتاب سيد حي من الكفار قد لدغ فبارئ بإذن الله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقرر قراءة آية الكرسية عند النوم وأن من قرأها لم يقربه شيطان تلك الليلة فمن خص الصور المذكورة في السؤال بالمنجيات فهو جاهل مبتدع ومن جمعها على هذا الترتيب مستقلة عما سواها من صور القرآن رجاء النجاح أو الحفظ أو التبرك بها فقد أساء في ذلك وعصى لمخالفته لترتيب المصحف العثماني الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم ولهجبه أكثر القرآن وتخصيصه بعضه بما لم يخصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه وعلى هذا فيجب منع هذا العمل والقضاء على ما طبع من هذه النسخ إنكارا للمنكر وإزالة الله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما قولكم حفظكم الله في رجل جمع عددا من الناس في منزله فتدارسوا ما تيسر من القرآن ثم دعوا الله لأنفسهم وللمسلمين ثم دعاهم لتناول طعام عده مسبقا لهم ثم انصرفوا ومن ذات السؤال أن الداعي وزع على المدعوين أجزاء متفرقة من القرآن بحيث يقرؤون جميعهم كل على حدة ما كتب في الجزء الذي بين يديه وبعد أن انتهوا جميعا دعا أحدهم لأنفسهم وللمسلمين فاعتبروا أنهم في مجموعهم ختم المصحف على سبيل التبرك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الاجتماع لتلاوة القرآن ودراسته لأن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون ويتدارسوا ما قرؤوه ويتفهموا معانيه مشروع وقربه يحبها الله ويجزي عليها الجزاء الجزيل فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده والدعاء بعد ختم القرآن مشروع أيضا إلا أنه لا يداوم عليه ولا يلتزم فيه صيغة معينة كأنه سنة متبعة لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم وكذا دعوة من حضر القراءة إلى طعام لا بأس بها ما دامت لا تتخذ عادة بعد القراءة ثانيا توزيع أجزاء من القرآن على من حضر الاجتماع ليقرأ كل منهم لنفسه حزبا أو أحزابا من القرآن لا يعتبر ذلك ختما للقرآن من كل واحد منهم بالضرورة وقصدهم القراءة للتبرك فقط فيه قصور فإن القراءة يقصد بها القرب وحفظ القرآن وتدبره وفهم أحكامه والاعتبار به ونيل الأجر والثواب وتدريب اللسان على تلاوته إلى غير ذلك من الفوائد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال من عادتنا نحن المغاربة نقرأ القرآن جماعة صباحا ومساء بعد صلاة الصبح والمغرب فهنا من يقول إنها بدعة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد التزام قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد كل من صلاة الصبح والمغرب أو غيرهما بدعة وكذا التزام الدعاء جماعة بعض الصلاة أما إذا قرأ كل واحد لنفسه أو تدرسوا القرآن جميعا كلما فرغ واحد قرأ الآخر واستمعوا له فهذا من أفضل القرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد وخاصة يوم الجمعة قبل دخول الإمام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز ذلك وتخصيصه بيوم الجمعة قبل دخول الإمام بدعة محتثة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز لأحد أن يجمع الناس ويأمرهم بقراءة القرآن له لغرض من الأغراض مثلا أراد أن يبدل معاملته وجمع الناس ليقرأوا له القرآن لينال بركة في عمله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أنزل الله القرآن ليتعبد بتلاوته ويعمل بأحكامه وليكون معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا العمل الذي ذكرت مما شرعه الله سبحانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أرجو من فضيلتكم إفتاء عن قراءة سورة الفاتحة بعد صلاة العشاء أي بعد الوتر وذلك لعدد غير محدد مثل مئة مرة أو أقل أو أكثر بدون تحديد عدد معين أو وقت معين علما بأنني أقرأ القرآن دائما راجيا من المولى جل وعلا زيادة في الأجر والثواب فهل هذا يعتبر بضعه أم لا وأنا بعد قراءة الفاتحة أطلب من الله التوبة والمغفرة والهداية وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد القرآن كلام الله تعالى وفضل كلامه تعالى على كلام البشر كفضل الله على عباده وفضل قراءة القرآن عظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه لكن ليس للقارئ أن يخص سورة أو آية بالتلاوة في وقت معين أو لغرض معين إلا ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم كفاتحة الكتاب للرقية أو في الصلاة في كل ركعة وكقراءة آية الكرسي عندما يأخذ مطجعه من فراشه للنوم رجاء يحفظ الله من الشيطان وكقراءة المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس للرقية وكذلك ليس له أن يلتزم تكرار سورة أو آية مرات محدودة إلا إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك عبادة فيراعى فيها التوقيف من الشرع ومن هذا يتبين أن تخصص قراءة سورة الفاتحة بالليل بعد الوتر مرات بدعة ولو لم يحدد العدد لأنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم فالخير في القراءة دون تقيد بالفاتحة ولا تخصيص للقراءة بالليل بعد الوتر بل يشرع الاكثار من قراءة القرآن الكريم للفاتحة وغيرها من غير تحديد لعدد معين أو وقت معين إلا ما جاء في الشرع المطهر كما سبق بيانه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نفيد سماحتكم بأنه يردنا بعض الاستفسارات من بعض المدارس عن حكم قراءة سورة الفاتحة من قبل جميع الطالبات بمدارس البنات بصوت مرتفع في طابور الصباح ولأهمية معرفة حكم الشرع في هذه المسألة أرجو تفصيل سماحتكم وذلك بإفادته حتى نتمكن من إبلاغ المدارس به جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز اتخاذ ما ذكر من قراءة الطلاب أو طالبات سورة الفاتحة عادة في طابور الصباح بالمدارس بل هو بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم ولا مانع من تنويع ما يلقى عند الطابور فمرة تقرأ آيات ومرة الفاتحة وتارة أحاديث صحيحة وتارة حكم وأمثال ليس فيها محظور شرعي وتارة أناشيد إسلامية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال في أغاندا إذا أراد شخص أن يدعو ربه خاصا لساعة الرزق يدعو أشخاصا من المتعلمين ويحضرون إليه ويحمل كل واحد مصحفة ويبدأون في القراءة واحد يقرأ سورة ياسين لأنها قلب القرآن والثاني سورة الكهف والثالث سورة الواقع أو الرحمن أو الدخان المعارج نون تبارك يعني الملك محمد فتح ونحو ذلك من السور القرآنية عزيز المستمع أورد اللفظة في السؤال سورة فتح ونحن نلتزم بحرفية ما جاء وكذا 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 لا يقرؤون من البقرة أو النساء وبعد ذلك الدعاء فهل هذا الطريق مشروع في الإسلام وإن كان عكس فأين الطريق المشروع مع الدليل عنه جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قراءة القرآن مع تدبر معانيه من أفضل القربات ودعاء الله واللجء إليه في التوفيق للخير وفي سعة الرزق ونحو ذلك من أنواع الخير عبادة مشروعة لكن القراءة بالصفة التي ذكرت في السؤال من توزيع صور خاصة من القرآن على عدة أشخاص كل منهم يقرأ سورة ليدعو بعد ذلك بسعة الرزق ونحوها بدعة لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا فعل ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة السلف رحمهم الله والخير في اتباع من سلف والشر في ابتداع من خلف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ودعاء الله مشروع في كل وقت ومكان وعلى أي حال من شدة ورخاء ومما رغب فيه الشرع وحث على الدعاء فيه السجود في الصلاة ووقت السحر وفي آخر الصلاة قبل السلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه البخاري ومسلم وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء رواه مسلم وأبو داود والنسائي وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال له ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز الوليمة بمناسبة ختم القرآن جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تشرع الوليمة للزواج إذا دخل الزوج بزوجته لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أعلمه أنه بنى بزوجته أولم ولو بشاه ولفعله صلى الله عليه وسلم أما الوليمة أو الاحتفال بمناسبة ختم القرآن فلم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ولو فعلوه لنقل إلينا كسائر أحكام الشريعة فكانت الوليمة أو الاحتفال من أجل ختم القرآن بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أيها العلماء ما حكم الشرع في المسألة الآتية واحد هل وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ختم القرآن الكريم في قيام رمضان شيئا من المأكلات والمشروبات والحلوة أو أحد من أصحابه رضي الله عنهم أو التابعين وتابع التابعين والسلف الصالحين إن كان هذا الأمر ثابتا في القرون المشهود لها بالخير فنبهونا مع حوالة الكتاب والصفحة والمجلد والمطبع وإن لم يثبت فعلمونا بالدليل هل هذا الفعل جائز شرعة إذا فعل التزاما مع اعتقاد الفعل أن هذه المأكلات والمشروبات والحلوة تبرك من التبركات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين ولا آئمة السلف فيما نعلم أنهم كانوا إذا ختموا القرآن في قيام رمضان يوزعون المأكلات والمشروبات والحلويات ويلتزمون ذلك بل هو بدعة مستحدثة في الدين لكونها عقب عبادة قد فعلت من أجلها ووقتت بوقتها وكل بدعة في الدين فهي ضلالة لما فيها من اتهام الشريعة بعدم الكمال قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولما ثبت عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد ثبت عن مالك بن أنس رحمه الله أنه قال من أحدث في الدين ما ليس منه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة فإن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون لأوم دينا انتهى كلامه رحمه الله ولكن لو وقع مثل ذلك أحيانا من غير التزام فلا حرج وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يستخدم بعض الأجناس في المسجد النبوي عندما يريدون حفظ القرآن الكريم آيات من القرآن مختلفة تكتب على ورقة ومن ثم تضع في الماء ويشرب وهذا حسب قولهم يساعدهم على حفظه بسهولة ويسر ونحن لا نعلم هل هذه بدعة أم ما هو حكم الإسلام بها الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذه بدعة ولا أصدله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعد قراءة القرآن الكريم هل يجوز لنا أن نذهب للحمام مباشرة أم نغسل اليد قبل دخول الحمام ألم بأن المجاري طريقها واحد سواء مغسلة الأكل أو الحمام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يشرع غسل اليد بعد قراءة القرآن لا في المغسلة ولا في الحمام وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بداع الصلاة سؤال فيه بعض الناس يعتقدون أنه يلزم المسلم أن يصلي ركعتين في حجرة علي بن أبي طالب جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اعتقاد وجوب صلاة ركعتين في حجرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتقاد غير صحيح بل ذلك من البدع المنكرة سؤال فيه ناس بعد السلام من انتهاء الصلاة يضع يده فوق رأسه ويقول إنها سنة جواب ليس من السنة وضع اليد فوق الرأس بعد السلام من الصلاة وإنما فعل ذلك من البدع المحدثة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في صلاة التراويح وكيفيتها فعندنا اختلاف شديد فمن الناس من يبدأها فيقول صلاة القيام أثابكم الله ثم يصلي ركعتين ويقوم قائلا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع يقولها الإمام ويقولها وراءه المصلون جميعا وعندما يصلي ركعتين الثانيتين يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع وكذلك يقول وراءه المصلون وعندما ينتهي من صلاة التراويح يقرأ مثل ذلك ثلاث مرات وعندما نقول ذلك شيء ليس بوارد يقول لك هذا عمل خير وبدعة حسنة وهل في الإسلام بدعة حسنة ما رأيكم في ذلك وكيف تصلى هذه السنة جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض قول الناس صلاة القيام أثابكم الله وقول الإمام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بصوت مرتفع وقول المؤمنين ذلك بعده وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بصوت مرتفع بعض صلاة ركعتين كل هذا من البدع المحدثة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم في صحيحه وبذلك يعلم أن البدعة كلها ضلالة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وليس في الإسلام بدعة حسنة سؤال ما حكم الإسلام في قراءة القرآن يوم الجمعة قبل صلاة الظهر بمكبرات الصوت إذا قلت له هذا أمر غير وارد يقول لك تريد أن تمنع قراءة القرآن وما رأيكم في الابتهالات الدينية تسبق أذان الفجر بقليل بمكبرات الصوت إذا قلت له هذا أمر ليس له دليل يقول لك هذا عمل خير يقض الناس لصلاة الفجر جواب لا نعلم دليلا يدل على وقوع ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أحدا من الصحابة عمل به وكذلك الابتهالات التي تسبق الأذان للفجر بمكبرات الصوت فكانت بدعة وكل بدعة ضلالة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن بعض العلماء في بلادنا يزعمون أن في دين الإسلام نافلة يصليها يوم الأربعاء آخر من شهر صفر وقت صلاة الضحى أربع ركعات بتسليمة واحدة تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة الكوثر سبع عشرة مرة وسورة الإخلاص خمسين مرة والمعوذتين مرة مرة تفعل ذلك في كل ركعة وتسلم وحين تسلم تشرع في قراءة الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثلاثمائة وستين مرة وجوهرت الكمال ثلاث مرات وتختتم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتتصدق بشيء من الخبز إلى الفقراء وخاصية هذه الآية لدفع البلاء الذي ينزل في الأربعاء الأخير من شهر صفر وقولهم إنه ينزل في كل سنة ثلاثمائة وعشرون ألفا من البليات وكل ذلك في يوم الأربعاء الأخير من شهر صفر فيكون ذلك اليوم أصعب الأيام في السنة كلها فمن صلى هذه الصلاة بالكيفية المذكورة حفظه الله بكرمه من جميع البلايا التي تنزل في ذلك اليوم ولم يحسم حوله لتكون محوى يشرب منه من لا يقدر على أداء الكيفية كالصبيان وهل هذا هو الحل أم لا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذه النافلة المذكورة في السؤال لا نعلم لها أصلا من الكتاب ولا من السنة ولم يثبت لدينا أن أحدا من سلف هذه الأمة وصالحه خلافها عمل بهذه النافلة بل هي بدعة منكرة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن نسب هذه الصلاة وما ذكر معها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة رضي الله عنهم فقد أعظم الفرية وعليه من الله ما يستحق من عقوبة الكذابين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الكتاب الدعاء المستجاب للمؤلف أحمد عبد الجواد معتمد عليه وقد قرأت فيه اثنتين عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره عشر مرات ثم قل اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة ثم سل حاجتك ثم ارفع وسلم رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه فهل هذا القول صحيح أم لا وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي عن القراءة وهو راكع وساجد جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يعتمد على هذا الكتاب لكثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ومن ذلك ما ذكرت في سؤالك أنك قرأت فيه من صلاة اثنتي عشرة ركعة على الكيفية المذكورة إلى آخره فهو بدعة لعدم ثبوت ما ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن ذلك أيضا قراءة القرآن في السجود فإنه منهي عنه كما ذكرت في سؤالك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لوحظ أن بعض المؤذنين حين أذان الفجر ينادون في المنارة وقبل البدء في الأذان بترديد صوتين أو ثلاثة أصوات صلوا أو الصلاة ثم يشرع في الأذان ويسأل هل يقرون على ذلك أم ينكر عليهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يخف أن الدين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداء والإحداث يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كما لا يخف أن الأذان المشروع سبع عشرة كلمة لصلاة الفجر وخمس عشرة كلمة للصلاوات الأخرى فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته سواء كانت زيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه اعتبرت هذه زيادة بدعة يتعين إنكارها والإنكار على من يأتي بها مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات وأقوى تأثيرا وإيقاظا وذلك قول المؤذن حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاة مرتين بعد التذكير بجلال الله ومقامه وعليه فينبغي الإنكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المنارة من الزيادة على الأذان قبل البدء بقول صلوا الصلاة أو نحو ذلك حماية لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الوجه الثاني يبدأ حالا سؤال في بلدنا باكستان مع أنها حكومة إسلامية بعض أئمة المساجد يصرون على أداء كلمة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله قبل أن يؤذنوا ولا يتركون هذه الكلمة في أي فرصة وأنا أؤدي جميع صلاواتي خلف أولئك الآئمة هل تصح صلاتي خلفهم أم لا؟ أو ما أفعل وما حكم هؤلاء الآئمة؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا ذكر الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل الأذان وهكذا الجهر بها بعد الأذان مع الأذان من البدع المحدثة في الدين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أيحل أن يقوم قارئ في المسجد يوم الجمعة قبل أن يخرج الإمام فإذا خرج جلس هو فيخطب الخطيب فيما بعد أهو من أدب الجمعة وسنمها أم هو من البدع المنكرة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا نعلم دليلا يدل على قيام قارئ يقرأ يوم الجمعة قبيل دخول الإمام والناس يستمعون له فإذا دخل الإمام سكت القارئ والأصل في الإبادات التوقيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في صحيحه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يوجد بجبل الرحمة بعرفات ثلاثة مساجد بمحاربها متجاورة غير مسقوفة يأمها الحجاج للتمسح بمحاربها وجدرانها ويضعون أحيانا النقودة ببعض محاربها كما نوصلون في كل منها ركعتين وبعضها يكون في وقت نهي ويحصل ازدحام الرجال والنساء بها وجميع هذه الأفعال تحدث من الحجاج في الأيام التي قبل اليوم التاسع من ذي الحجة نرجو من سماحتكم إفتاءنا بالحكم الشرعي فيما ذكر جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا عرفات كلها من شعائر الحج التي أمر الله تعالى أن يؤدى فيها منسك من مناسكه هو الوقوف بها في يوم التاسع من ذي الحجة وليلة عيد الأضحى وليست مساكن للناس فلا حاجة إلى بناء مسجد أو مساجد بها أو بجبلها المعروف عند الناس بجبل الرحمة لإقامة الصلوات بها وإنما بها مسجد نمره بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في حجة الوداع ليتخله الحجاج المصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة ثانيا توده الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاربها والتبرك بها بدعة ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم فيجب على المسؤولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سدا لباب الشر ومنعا للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال أهل شمال إذا بنوا مسجدا جامعا يطوفون حوله سبع مرات يوم الافتتاح أهذا بدعة أم لا؟ وما الدليل جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الطواف حول المسجد سبع مرات بدعة منكرة سواء كان ذلك يوم الافتتاح أم غيره لأن الطواف سبعة قربة شرعت حول الكعبة دون غيرها فجعل الطواف سبعا حول غير الكعبة مضاهاتا له بالكعبة وتشريع لما لم يأذن به الله وقد بنى النبي مسجد قباء والمسجد النبوي ودنى الصحابة رضي الله عنهم مساجد في بلاد كثيرة ولم يعرف عنه ولا علم أنهم طوافوا حول المسجد سبع مرات أو أقل أو أكثر لما كان يطوفون حول الكعبة في حج أو عمره أو تطوعا سبعة أشواط تقربا إلى الله وعبادة الله سبحانه والخير كل الخير في اتباعهم واقتفاء آثارهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حاشية بداع الجنائز ضمت إلى أحكام الجنائز في كتاب الفقه انتهى الصيام سؤال هناك أيام تصام تطوعا في شهر رجب فهل تكون في أوله أو وسطه أو آخره جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم تثبت أحاديث خاص بفضيلة الصوم في شهر رجب سوى ما أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم وإنما وردت أحاديث عامة في الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر والحث على صوم أيام البيض من كل شهر وهو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والحث على صوم الأشهر الحرم وصوم يوم الاثنين والخميس ويدخل رجب في أموم ذلك فإن كنت حريصا على اختيار أيام من الشهر فاختر أيام البيض الثلاث أو يوم الاثنين والخميس وإلا فالأمر واسع أما تخصيص أيام من رجب بالصوم فلا نعلم له أصلا في الشرع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال رأيت الناس يديمون الصيام في رجب وشعبان ويتبعونه بصيام رمضان بدون إفطار في هذه المدة فهل ورد حديث في ذلك وإن كان فما نص الحديث جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا أو صام شهر رجب كاملا ولا شهر شعبان كاملا سوى رمضان ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم بل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان رواه البخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان وكان يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم رواه البخاري ومسلم فصيام رجب كله تطوعا وشعبان كله تطوعا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في صومه فكان بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحج سؤال أذكر أحد جلسائي أن بني شيبة سدنة الكعبة وأنه لا يستطيع أحد أن يفتح باب الكعبة ولو كان المفتاح معه إلا إذا كان من بني شيبة وحكى أن فلانا غير بني شيبة أخذ مفتاحها وعالج فتحها فلم يتم له ذلك حتى جئ برضيع من بني شيبة ووضع يده على بابها ففتح فهل هذا صحيح؟ جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد بني شيبة هم سدنة الكعبة ولكن تعذر فتح باب الكعبة بمفتاحها لمن يتولى ذلك أو يعالجه من غيرهم غير صحيح وما ذكر في السؤال من تعذر فتحها حتى وضع رضيع من بني شيبة يده على بابها كاذب مخالف لسنن الله الكونية في ترتيب المسببات على أسبابها فمن ادعى ذلك فهو مدعي خلاف الأصل الذي جرت به سنة الله في خلقه وتدبيره ولم يثبت أن لبني شيبة خصوصية كونية أو شرائية أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مفتاح الكعبة وولاهم خدمتها وذلك لا يقتضي خرق سنن الله الكونية وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إن في بلدنا إذا ذهب أحد للحج يضع أهل الحاج له قعادة أو سرير نوم ويغسلونه ثم يفرشونه بالفراش ويعطرونه ويضعون على جنوبه فلوسا وقوارير عطر ثم يمنعون النسى بالجلوس عليها ويقولون هذه توقف إلى أن يأتي الحاج من الحج ويجلس عليها وبعد ذلك يجلس من يشاء الجلوس فأرجو الحل على هذه العادة ولكم الشكر الجزيل ونفع بكم الأمة الإسلامية جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وأبعد ما ذكرته من عمل أهل الحاج لمن عزم على الحج منهم من وضع سرير ونحوه وغسله وفرشه وتعطيره ثم منع الناس من الجلوس عليه حتى يرجع الحاج ويجلس عليه ثم الإذن بالجلوس عليه لمن شاء هذا من البدع المحدثة والتشريع الذي لم يأمر به الله وقد قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رأوه المسلم وعلى هذا يجب على من يعمل ما ذكرت أن يتركه لأنه منكر وأن يتوب إلى الله مما سلف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم تغيير الأسماء كغالب الحجاج الإندونسيين فإنهم غيروا أسماء بمكة المكرمة أو بالمدينة المنورة وهل هو سنة أو لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء السيئة إلى أسماء حسنة فإن كان تغيير حجاج إندونسيا أسماءهم من أجل ذلك لا من أجل انتهائهم من الحج أو الزيارة للمسجد النبوي للصلاة فيه فهو جائز وإن كان من أجل كونهم بمكة أو المدينة أو انتهائهم من الحج مثلا فهو بدعة وليس بسنة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الدعاء سؤال إذا خرج بعض الإخوان لرحلة أو لعمره أو نحوهما فيأمرون أحدهم أو بعضهم يوميا صباحا ومساء بقراءة ورد الصباح والمساء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبقية الجماعة يستمعون إليه فما حكم ذلك؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذكار وأدائه يذكر الله ويدعوه بها صباحا ومساء في نفسه وسمعوها منه أصحابه وتعلموها وذكروا الله ودعوه بها صباحا ومساء كل منهم في نفسه منفرد اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم كانوا يقولون تلك الأذكار والأدائية مجتمعين يقرؤونها جميعا أو يقرؤها بعضهم ويستمع الآخرون فينبغي للمسلم أن يهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورضي الله عنهم في ذكره ودعائه وكيفية ذلك وفي سائر ما شرعه عليه الصلاة والسلام فإن الخير كل الخير في اتباعه والشر كل الشر في مخالفته والاجتماع لذلك واتخاذه طريقة وعادة من البدع المحدثة وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أذكار وأدائية الصباح والمساء ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعينيني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم ومنها ما رواه ابو غريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمس قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخرجه أبو داود والنسائي والتلمذي وابن ماجه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ذكر الله بصفة جماعية بلسان واحد على حسب ما يفعله أصحاب الطرق ويختم بالحضرة أي المسماه عندنا في المغرب بالأمارة مع تلاوة كتاب الله تعالى بصفة جماعية بلسان واحد في المساجد وفي البيوت وفي الحفلات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض ذكر الله بصفة جماعية وخاتمه بالحضرة وتلاوة كتاب الله بلسان واحد في المساجد وفي البيوت والحفلات والمآتم لا نعلم له أصلا شرعي يعتمد عليه لإثبات مشروعيته على هذه الصفة والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أولى الناس باتباع الشرع ولم يعرف عنهم ذلك وكذلك بقية القرون المفضلة والخير في اتباع هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو أرد وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد وبما أنه لم يثبت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمله أحد من الصحابة فيما نعلم فيكون بدعة يتناوله الدليل السابق فهو مربوض على صاحبه وكذا أخذ الأجرة على مثل هذا العمل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الذكر الذي يعمله بعض الناس في مصر وأريافها من الدين مثل يقفون ويتمايلون يمينا ويسار ويذكرون لفظ الجلالة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض هذا العمل لا نعلم له أصلا في دين الله بل هو بدعة ومخالفة لشرع الله يجب إنكارها على من يعملها ولا سيما مع القدرة على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها وفي الباب أحاديث أخرى صحيحة مثله في المعنى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لقد رأينا إماما بمدينة البليدة يقول للمسلمين وهو على النبر وحد الله فتنطلق أصوات المسلمين بالتهليل والتكبير فهل من حق الإمام أن يقول لهم ذلك وهل من حقهم أن يهللوا وما معنى الحديث القائل إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت نرجو الإجابة والسلام عليكم ورحمة الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على آله وصحبه وبعد أولا إذا كان قصد الخطيب من قوله للحاضرين واحد الله أن يرشدهم إلى ما يجب من ترحيد الله في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته ليعتقد ذلك لا ليجيبوه بتلك الأصوات المرتفعة بالتهليل والتكبير لكنهم فهموا منه خلاف ما أراد فأجابوه قولا بهذه الأصوات فلا حرج عليه أما هم فقد أخطأوا في فهمهم ورفع أصواتهم وعليه أن ينصحهم ويرشدهم إلى ما أراد حتى لا يعودوا إلى مثل ذلك مرة أخرى وإن كان قصده أن يجيبوه في الحال بالتهليل والتكبير مع رفع الأصوات بذلك فهو مخطئ مبتدع وهو مخطئون مبتدعون لأن ذلك لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ولا من الخلفاء الراشدين في خطبهم ولا من من كانوا يستمعون لهم إنما كان يسأل الخطيب بعض من في المسجد عن أمر يتعلق به كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم مع سليك لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس ولم يصلي تحية المسجد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي أركعتين وكما كان منه مع أعرابي اشتك القحط وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله تعالى أن ينزل المطر فدع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فنزل الغيف واستمر حتى طلب منه في خطبة الجمعة التي بعدها أن يمسكه فدع النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعله حيث ينتفع به ولا يضر وكما كان من عمر مع عثمان الذي لم يذكر إلى الجمعة يوم قال عمر أن يتساعى هذه فقال عثمان والله لم أزد على أن توضعت فقال عمر والوضوء أيضا رضي الله عن الجميع وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثانيا الحديث الذي ذكرت رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومعناه إذا تكلمت مع جليسك والإمام يخطب خطبة الجمعة ولو بنصيحة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وكقول كسكت واستمع للخطبة فقد أسأت وارتكبت ما لا ينبغي والذي ينبغي في ذلك أن يوجه الكلام إلى الخطيب لينصح من يراد نصحه ليكف عن الشر ويقبل على الخير وذلك حتى لا يتتابع الحاضرون بالمسجد وقت الخطبة في اللغة واللغو من الكلام ولا مانع أن يشير إلى المسيء إشارة يفهم منها الكفة عن الإساءة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما هو الحكم الشرعي والإسلامي في الصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجماعة جهرا وفي الدعاء بعد الصلاة جماعة وقراءة القرآن حزب جماعة والغناء بجميع أشكاله والصلاة وراء إمام شيخ أعمى ويخطئ أحيانا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجرها عظيم وقد أمر الله تعالى بها في القرآن الكريم ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها وبيّن أن أجرها مضاعف فقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة وقد شرعت عند ذكر اسمه وبعد التشهد في الصلاة وفي خطبة الجمعة والنكاق ونحوهما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه ولا عن الأئمة من السلف مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد والشافعي والأوزاعي وأحمد رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة جماعة جهراء والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد ثانيا الدعاء وإبادة ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم أنهم دعوا جماعة بعد الصلاة فكان اجتماع المصلين بعد السلام من الصلاة للدعاء جماعة بدعة محدثة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثالثا إذا كان المقصود من قراءة القرآن جماعة أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد فهذا غير مشروع لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وإن كان المقصود أن يقرأ أحدهم ويستمع الباقون أو أن يقرأ كل منهم من نفسه في مكان الاجتماع دون أن يلتقي صوته بصوت الآخرين في الحركات والسكنات والوصل والوقف فهذا مشروع لما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليه مسكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم وثبت عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان رواه البخاري ومسلم رابعا الصلاة جماعة وراء إمام أعمى جائزة وقد تكون أفضل إذا كان أقرأ للقرآن ممن يصلون وراءه لأمم قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث أما إذا كان يغطئ فإن كان خطأه لحنا لا يغير المعنى فالصلاة وراء من لا يلحن أو لا إذا تأسر وإن كان لحنه في الفاتحة يغير المعنى فالصلاة وراءه باطلة وذلك من أجل لحنه لا لعماه كقراءة إياك نعبد بكسر الكاف إياكي أو أنعمت عليهم بضم التاء أو كسرها أنعمتي أنعمت وإن كان يغطئ لضعف حفظه كان غيره ممن هو أحفظ أو لا بالإمامة منه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة بعد الدعاء جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة بعد الدعاء فيما نعلم فقراءتها بعد الدعاء بدعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نجد في بعض المساجد بعض الناس في أيام رمضان بين كل ركعتين من صلاة التراويح تجدهم بصوت عال وجماعين يصلون على النبي وعلى الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين والعشرة المبشرين بالجنة وذلك بترتيب محدد يعرفونه هم فما حكم ذلك كم عدد ركعات صلاة التراويح ومتى تصلى ومتى تبدأ هل ليلة الأول من رمضان أم ليلة اليوم الثاني ونجد هنا كثيرا من الآئمة يصلون بنصف آية أو بآية أو آيتين صغيرتين جدا في صلاة التراويح وصلاة المغرب خاصة في رمضان فما حكم ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الأذكار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة عقب الصلاة فريضة أو نافلة أو بين ركعات التراويح بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الإسلام في من يذكرون الله وهم يتميلون يمينا وشمالا في حالة قفز وفي جماعة وفي صوت عالي جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز لأنه بهذه الكيفية بدعة محدثة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط الثامن والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش وله بقية على الشريط التاسع والعشرين الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع والعشرون من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ولازمنا مع العقيدة سؤال هناك بعض الإخوان في باكستان وهم يدعون أنهم سلفيون لكنهم مقيمون لمجالس الذكر ويلتزمون بها في يوم الخميس بعد العصر دائما وهم يتخيلون أن هذا الوقت مناسب بل هو أنسب للذكر أما بنسبة لطريقة الذكر فهي تجري أن واحد منهم يجلس أمانه ويبدأ بصوت مرتفع قليلا ويقول كلمة الله والناس حوله في الحلقة يردلون بعده الله الله بصوت منخفض ثم الذي أنهم يغير ويقول سبحان الله وهم يستمرون بعده ثم يغير إلى الحمد لله وهكذا إن الإخوان يتخيلون أنهم يفعلون هذا لتزكية نفوسهم وهم يستدلون من بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحلقات للذكر فما الحكم فيهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إذا كان الواقع من حالهم ما ذكر من التزامهم بمجالس ذكر بعد العصر كل يوم خميس دائم ومن جلوس واحد منهم أمانهم ومتقه بكلمة الله بصوت مرتفع فيتبعونه في المتق بها بصوت منخفض الله الله ثم ينتقل إلى كلمة سبحان الله وهم يتبعونه فيها ثم إلى كلمة الحمد لله وهم يتبعونه فيها وهكذا إذا كان واقع وحالهم ما ذكر فليسوا سلفيين ولا من أهل السمة والجماعة في هذا العمل بل هم مبتدعة لأن هذا العمل بهذه الكيفية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وأما ما ورد من الأحاديث في حلقات الذكر والاجتماع عليه فالمراد بذلك مجالس العلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لدينا جماعة بالمسجد تكرر لفظ يا لطيف عقب أسماء الله الحسنة مئة واثنين وعشرين مرة فهل هذا مشروع؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجز ذلك لعدم وروده عنه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مضموه عن حكم حساب الذكر العام بالعدد وكيف يجمع بين عدم جوازه وبين حديث من صلى علي في يوم الجمعة من يجمع بين ما ذكرت من الأحاديث وصحة الحديثين الأول كما روه مسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر وهذا يعم الجمعة وغيرها والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر ذقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي ولم يأتي أحد بأفضل منا جاء به إلا رجل عامل أكثر منه متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه زاد مسلم ومن قال سبحان الله وبحمده في يومه مئة مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وفي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتقى أربعة أنفس من ولد إسماعيل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل الذكر بلا إله إلا الله محمد رسول الله مشروع بهذه الإضافة وما حكم المداومة على الذكر بهذا اللفظ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الشهادة لله تعالى بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فرض لا يكون الإنسان مسلما إلا بذلك والذكر بلا إله إلا الله وحده أجره عظيم لحث الشرع على الذكر بها ولأنها أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبي من قبله أما اتخاذ هذه العبادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وردا يذكر به ويداوم عليه فلم يرد به الشرع والخير كل الخير في العمل بما ثبت شرع والاكتفاء به في الذكر مع الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال الدفن عندما يتوفى شخص تبذل عناية خاصة بغسل الشخص المتوفى وقبل أن يؤخذ الجثمان إلى القبر يدعو الناس للميت وعند القبر تؤدى صلاة الجنازة ولما تتم الصلاة يدعو الناس مرة أخرى للميت ويوضع الجثمان في القبر ولما ينهال التراب على القبر ويغطى طنين يرش الماء عليه وتتلى سورة من القرآن الكريم عليه ثم يدعو الناس للمرة الثالثة في الختام جواب الدعاء للميت حال غسله أو حال تكفينه أو في غير ذلك من الحالات لا بأس به لأن الدعاء ينفع الميت لكن إذا كان بصفة جماعية أو برفع الأيدي فهو بدعة ليس عليها دليل فيما نعلم من الشرع المطهر أن الدعاء له بعد الدفن من الأفراد أو الجماعة فهو مشروع لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نحن جماعة من العمان المسلمين المهاجرين بفرنسا اجتمعنا على تقوى الله واتباع سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وفقنا لمشيئة الله سبحانه على الحصول على قاعة نؤدي فيها الصلوات الخمسة يومية وقد اخترنا لنا إيمان أعانه الله على حمل هذا العبء الثقيل الملقى على عاتقه وبالإضافة إلى الصلوات الخمسة التي تقام يوميا هناك دروس في الوعظ والإرشاد من حين لآخر ومشكلتنا الحالية أن هذه الجماعة قد بدأت تتفكك شيئا ما والسبب في ذلك وأننا بعد الانتهاء من الصلاة بعد السلام مباشرة كل واحد مننا يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله كذلك وذلك مصداق واتباع لحديث سيد الخلق وحبيب الخلق محمد الإبراهيمية ونختم بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فقام من بيننا إخوة قالوا إنا براء منكم إنكم بافتراءتكم هذه جماعة ابتدعتم بدعة يبقى عليكم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين افتنا في أمرنا القراءة الفاتحة والصلاوات الإبراهيمية والآيات الأخيرة من الصوافات مئة وثمانين مئة وإحدى وثمانين مئة وثنتين وثمانين جماعة هل هذا سنة الحسن أم بدعة ابتدعناها وليس هذا كل ما في الأمر بل هؤلاء الإخوة أصبحوا لا يحضرون معنا الصلاة قائلين لنصلي معكم حتى تقلعوا عن هذه البدعة لا بد لنا من فتوى تكون حسما للخلاف القائم حاليا بين هؤلاء الإخوة فإن كنا على غير هدى وإن كنا على بينا نطلب الله أن يرهم هؤلاء الإخوة رشدهم وكفى ما بالمسلمين من خلافات نزقت وحدتهم وفرقت شملهم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ما ذكرتم من أنكم تقرؤون جماعة فاتحة الكتاب والصلوات الإبراهيمية وتختمون بسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا يجوز فعله بل هو بدعة لعدم وروده عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أما الإخوة الذين تركوا الصلاة معكم من أجل البدعة المذكورة فما كان ينبغي منهم ذلك بل الواجب عليهم أن يصلوا معكم أداء للواجب مع المسيحة بالمعروف أصلح الله حال الجميع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم القول الفاتحة على روح فلان أو الفاتحة إن الله يسر لنا ذلك الأمر إن الله يسر لنا ذلك الأمر وبعد ذلك بعد الميلاد يقرؤون سورة الفاتحة وبعد أن يقرأ القرآن وينتهى من قراءته يقول الفاتحة ويقرأها الحاضرون وكذلك جرى العرف على قراءة الفاتحة قبل الزواج فما حكم ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قراءة الفاتحة بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته رضي الله عنهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل من السنة أو يجوز قراءة الفاتحة بعد الصلاة يعني الفريضة فرادة أو جماعة أفيدوني جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس من السنة قراءة الفاتحة بعد الفريضة لا فرادة ولا جماعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا بعض العادات بعد الدعاء يقول الإمام سورة الفاتحة ويرفع الإمام يديه مع المأمومين ويقرأ واحد منهم سورة الفاتحة وعند الختام يقولون آمين بوضع أيديهم على وجوههم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يشرع قراءة الفاتحة بعد الدعاء لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين والخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول الناس في كل أسبوع بعد الجمعة أبياتا هل تجوز أم لا أقول تلك البيوت إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجخيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد يشرع للمسلم الدعاء والتدرع إلى الله عز وجل في كل وقت وفي جميع أحيانه قال تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو لعبادة لكن إن شاد ذلك الشعر بعد الجمعة واتخاذ ذلك سنة ليس بمشروع بل بدعة من البدع المنوعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا في صلاة الفجر قبل الصلاة يقرأ القرآن الكريم بعض الأشخاص ثم يذكر بعض الأدعية ثم يؤذن للصلاة هل هذا من السنة أم لا وما الحكم في ذلك وأولا بأنه سيستمر على النهج الذي ننهجه وبعدما ثبت أقدامه بالمسجد قال نريد أن نضع جهاز راديو يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة كما هو موجود في باقي المساجد في مصر وطبعا أتباع الشيطان كثيرون وافقوه ووضعوا فعلا الراديو في مكبر الصوت قبل الصلاة وحاولت منعه من هذا العمل وأوردت له الأدلة بعدم مشوائية قراءة القرآن بالصوت المرتفع حيث يصل الناس وأن هذا العمل يحياء لبدعة وإماتة لسنة فقال لي إذا كان هذا ممنوعا فلماذا ينتشر في جميع المساجد مصر حتى وصل الأمر في البدع أنهم وضعوا جثنان الميت في الناش أمام المصابين يوم الجمعة قبل الصلاة وصلينا عليه الجمعة وهو أمامنا ثم صلينا عليه صلاة الجنازة وحاولت منعه من هذا العمل قبل صلاة الجمعة لعدم مشوائية هذا التصرف فرفض وقال إن هذا رأي الإمام مالك وذلك للتعاض فقلت له إن الإمام مالك يكره صلاة الجنازة في المسجد كافة فاكتفى برأيه ورفض رأيه وإن مجال البدع أصبح مفتوحا أمام أهل القرية بمقدم هذا الإمام وسوف يكون هناك أكثر وأكثر فماذا أفعل؟ وإنه يوجد من أهل القرية من يريد السنة والابتعاد عن البدع ولا يوجد بالقرية سوى هذا المسجد هل أترك القرية وأصلي في أحد المساجد المقيمة على السنة بالإسكندرية؟ وإذا فعلت هذا سوف يكون هناك مزيد من البدع ويوجد من يريد السنة ولا يستطيع السفر القريب لأداء الصلاة في المساجد الأخرى المقيمة على السنة وأن هذا النوع قليل في الريف بالذات جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا وضع جهاز راديو أو نحوه لإذاعة القرآن بصوت مرتفع في المسجد يوم الجمعة قبل مجيء الإيمان لا يجوز ثانيا الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة على الراجح من قوله العلماء لقيام الدليل على ذلك فهي لا توضع أمام مصلين للفريضة حتى يسلموا منها ثم توضع بينهم وبين القبلة ليصلوا عليها صلاة الجنازة ثالثا لا ينبغي لك أن تترك الصلاة مع الإيمان المذكور من أجل ما ذكرت وينبغي لك الاستمرار في مناصحته وبيان السنة له بدليلها بالحكمة والمعوظة الحسن والمدارلة بالتي هي أحسن أعسى الله أن يهديه ويستجيب لك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أعزيز المستمع في هذه المجموعة الثالثة التي نقدمها إليك تم المجلد الثاني منها ويليه إن شاء الله المجلد الثالث وأوله أحكام المولد النبوي المجلد الثالث في العقيدة ضمن المجموعة الثالثة التي نقدمها لك سؤال في موضوع المولد الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يؤقد اجتماع بهذه المناسبة والناس يتحدثون فيه عن حياة الرسول يؤدون الصلاة ويبوحون بنعة الرسول ويقرأوا السلام عليه عن ظهر قلب انظر إلى صور مما يوقع ظهر قلب الناس يقفون ويضعون أزرعهم على المدة ويقون السلام على ظهر القلب جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اقامة احتفال بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم لا يجوز لكونه بدعة محدثة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من العلماء في القرون الثلاثة المفضلة وبالله التوفيق يصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وفيه ما بعد يبقى مستحبة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ان الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرض لامر الله سبحانه بذلك في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والاصل في الامر الوجود ولم يدل الأمر في الآية على التكرار كان وجوب ذلك مرة في العمر وكان تكرارهما مستحبا للأحاديث التي وردت في الترغيب في ذلك إلا في المواضع التي دلت الأحاديث على وجوبها فيها سؤال إذا كان السلام بدعة فهل يجوز منع الناس من السلام عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جواب ليست الصلاة والسلام على رسولنا وعلى إخوانه النبيين بدعة كما ذكره السائل بل هما مشروعان للأدلة المتقدمة فلا يجوز منع الناس منهما إلا إذا جيئ بهما على هيئة لم تكن على عهد السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان مثل أن يأتي بهما المؤذن بعد الأذان جهراء كالأذان أو يجتمع جماعة لذلك في أوقات معينة ليصلوا ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة إلى قبله عليه الصلاة والسلام فسلم عليه سؤال ألم يكن من دائب الصحابة القيام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومتى يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قائما إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يجوز قائما عند الروضة المباركة جواب ليس القيام عند قبره عليه الصلاة والسلام حين السلام عليه من أجل السلام حتى يقاس عليه القيام حين السلام عليه في الأمكنة الأخرى بل القيام بقاء على حالته التي انتهى إليها حينما وصل إلى القبر ماشيا وليس في هذا إن شاء لقيام فالشأن في ذلك شأن زيارة قبول سائر المسلمين يسلم على أهلها من وصل إليها قائما لا من أجل السلام بل لأنه انتهى إليها ماشيا أو راكبا فسلم وهو على حالته التي انتهى بها إليهم وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال مضمون السؤال مسألة في ديارهم طريقة مروجة عند عامة المسلمين وبعض من الخواص ينعقد مجلس لذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة فالأول يقرأ القارئ آيات من القرآن الكريم بحالة القعود وبعدها بعض الألماء يقرر في مولد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجل التقرير إلى الاختتام ويقول قوموا لوقت التعظيم أحمد وللقيام عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من مثل البشر بل هو نور من الله الذاتي وهو حاضر وناظر في كل مكان وأن يحضره بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع كلامهم يقومون ويقولون معا يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والسؤال هل الطريقة المروجة المكتوبة كانت مروجة في قرون الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أم لا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ واحترام الرسول عليه السلام عند ولادته أمر حسن أم قبيح سنة أم بدعة سيئة وصواب أم شرك بينوا ذلك بآثار الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا إقامة مولد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم أجمعين وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عرد ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى مفصلة في حكم الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثل البشر بل هو نور من نور الله الذاتي ليس هذا الاعتقاد صحيحا لأنه مخالف للقرآن فقد بيّن الله بشريته وما يمتاز به على البشر بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرضو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا والبشر يخلقون كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية وقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما الله جل وعلا فهو الأول الذين مبدأ لأوليته بيّن ذلك بقوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وسمى الله نبيه نورا وسراجا منيرا لما بعثه به من الهدى والنور الذي هدى الله به من أجاب دعوته عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ثالثا القول بأنه حاضر وناظر في كل مكان وأنه يحضر بذاته في كل مجلس ميلاده وهو يسمع كلامهم قول باطل رابعا أما نداؤه والاستغاثة به وطلب المدد والنصر منه فهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي لا يجوز فعله معه صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره من المخلوقات لقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقوله عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في 17 من شهر رمضان مجتمعين في المسجد الحنفي ثم يدعون لهم وكذلك يقرؤون المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة ثم يقرؤون الدعاء فهل هذا الأمر جائز في الشريعة أم لا بينوا بالدلائل تؤجر وعند الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد دلت نصوص الشريعة على سمور قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته وأنه خبير الله وحبيبه وأنه خاتم رسله وخيرته من خلقه وأنه لا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين وأنه لا شرع إلا ما جاء به وبلغه الأمة وأنه ما توفه الله إليه إلا بعد أن أكمل به دينه وأتم به على العباد نعمته ودلت نصوص الشريعة أيضا على فضيلة الشهداء شهداء غزوة بدر وغيرها وعاش بعد غزوة بدر سنوات ولم يعرف عنه أنه قرأ مولدا لنفسه يوم السبعة عشر من رمضان منفردا أو مجتمعا بغيره ولا أنه قرأ سورة ياسين وصورة الفاتحة على شهداء بدر ولا غيرهم لا في اليوم السابع عشر من رمضان ولا غيره ولا منفردا على الناس ولا مجتمعا بهم ولم يثبت عنه شيء من ذلك ولا عن أحد من أصحابه ولو كان مشروعا لا نقل عنه وجرى العمل عليه في عهد أصحابه لأنه لا خير إلا دلنا عليه والأصل في كل العبادات التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ومنها قبور الشهداء ويدعو لهم ولم يثبت عنه أنه قرأ مولده وسورة ياسين أو سورة أو آية أخرى من القرآن في زيارته للقبور وحيف لم يثبت عنه شيء من ذلك ولا جرى عليه عمل الصحابة دل ذلك على أن قراءة المولد وسورة ياسين وسورة الفاتحة لشهداء بدر في اليوم السابع عشر بدعة في نفسها وتحديد يوم لذلك بدعة أخرى والاجتماع من أجل عمل البدعة بدعة في بدع مجتمعة وكذلك فعل ذلك ثم الدعاء بعد بدعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 فيقولون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما بعد اشتركوا في القناة 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 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه فوجدناه يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ويحذرنا عما نهى عنه ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول فيه وقد رددنا ذلك أيضا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد فيها أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم فعلمنا بذلك أنه ليس من الدين بل هو من البدع المحدثة ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام بل هو من البدع المحدثات التي أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم بتركها والحذر منها عزيز المستمع والي قراءة الحاشية المجتملة على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ورعاه وعطال عمره ونفع المسلمين بعلمه آمين عن المولد النبوي وحكم الاحتفال به ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية كما قال تعالى عن اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الآية ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اجتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر وذلك بالغروف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به واعطلب المدد منه واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يطعطاها الكثيرون من الناس حين احتفالهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم الأولياء وقد صحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وقال عليه الصلاة والسلام لا تضطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله خرجه البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أجب الله عليه من حضور الجمع والجماعة ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة مارعنا على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين ومن ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد ولهذا يقومون له محيين ومرحبين وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس ولا يحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة وروحه في أعلى إليين عند ربه في دار الكرامة كما قال تعالى في سورة المؤمنين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث ككلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به عزيز المستمع وصلوا قراءة الحاشية المجتملة على فتوى سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز مفت المملكة في حكم المولد النبوي والاحتفال به أعطال الله عمر والدنا الشيخ ونفع بعلمه المسلمين أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات كما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة بل واجبة عند جمع من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة منها ما بعد الأذان وعند ذكره عليه الصلاة والسلام وفي يوم الجمعة وليلتها كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة إنه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهت الحاشية المجتملة على فتوى سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حكم المولد والاحتفال به سؤال عندنا هنا إذا مات المسلم يفعلون دعاءه في ذلك اليوم وفي سبعة أيام آتية يفعلون دعاءه وفي أربعين يوما ثلاث مرات وقال بعض العلماء عندنا هنا نفعل إذا مات المسلم وأدخلناه في قبره نقول صلاة على النبي الكريم ورجعنا إلى البيت لا شيء أبدا من الدعوة ألا يفعلون الدعوة عند الصلاة لذلك نريد أن نفعل إذا مات الميت المسلم عن سنن دعائه جواب أولا تخصيص اليوم الأول أو السبعة الأيام أو الأربعين للدعاء للميت لا نعلم له أصلا من الكتاب والسنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا غيرهم من سلف الأمة بل هو بدعة من البدع المحدثة وقثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثانيا يقال حين وضعه في قبره ما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وعروي وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب ثالثا يستحب أن يقف المتبعون للميت بعد الدفن على قبره ويدعو له بالمغفرة والثبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدخل الميت القبر فلا نعلم لها أصلا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول تعظيما له عليه الصلاة والسلام جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تعظيم النبي واحترامه إنما هو بالإيمان بكل ما جاء به من عند الله واتباع شريعته عقيدة وقولا وعملا وخلقا وترك الاتداء في الدين ومن الاتداء في الدين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولسماحة الرئيس العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلمة ضافية في حكم الاحتفال بمولد النبوي عزيز المستمع سبق إرادها منذ دقائق قليلة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وبليلة الإسراء والمعراج لقصد الدعوة الإسلامية وشعار الإسلام كما يرى في إندونيسيا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد قد دعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بالقول والعمل والجهاد في سبيل الله وهو أعرف بطريق الدعوة إليه ونشرها وإظهار شعائره ولم يكن من هديه في الدعوة وإظهار شعائر الإسلام الاحتفال بمولده ولا الاحتفال بالإسراء والمعراج وهو الذي يعرف قدر ذلك ويقدره قدره وسلك أصحابه رضي الله عنهم طريقة واهتدوا بهديه في الدعوة إلى الإسلام ونشره فلم يحتفلوا بذلك ولا بنظائره من الأحداث الكبار ولا عرف الاحتفال بذلك عن أئمة الإسلام المعتبرين أهل السنة والجماعة رحمهم الله وإنما عرف ذلك عن المبتدعة في الدين والغلات فيه كالرافضة وسائر فرق الشيعة وغيرهم ممن قل علمه بالشرع المطهر فالاحتفال بما ذكر بدعة منكرة لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأئمة السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحديث وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما ترون أبقاكم الله عونا للأمة الإسلامية في تعطيل المدارس والمعامل أو إلقاء الخطب والمحاضرات والموائض ونحوها كما هي الحال عندنا في إفريقيا بمناسبة المولد النبوي الشريف جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الاحتفال بالموالد والتعطيل من أجله بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أصحابه رضي الله عنهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إخواني رئيس وأعضاء لجنة الفتوى عندنا بقرى الريف الأردني وأخص بذكر بلدي خرجا أنهم باستمرار يقرؤون سيرة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على النحو التالي ألف يجتمع ثلة من الرجال وأحيانا يكون بينهم بعض النسوة ويتلون قصة المولد الشريف ويوجد بالقصة كلمات مثل من كان اسمه محمد يناديه مناد يوم القيامة من قبل الله قم أدخل الجنة كرامة إلى محمد صلى الله عليه وسلم ومنها من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم ألف مرة حرم الله جسده على النار ومنها لما تزوج عبد الله والد محمد صلى الله عليه وسلم بآمنة مات بمكة مئة امرأة لأنهن لم يتزوجن عبد الله ومنها لما يصل المقر إلى ذكر ولادة أمه تقوم المجموعة وقوفا ويكون المولد تلاوة احترام لمحمد صلى الله عليه وسلم ويوجد أكثر من ذلك وأبلغ في مولد يسمى مولد العروي باء عندنا يضعون كمية من الشعير وسط الجلسة ويأتون ببخور ويحرقونه وبعد التلاوة كل فرد يأخذ قليلا من الشعير باعتبار أنه قرئ عليه مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يعتبر علاجا لأي مرض مثلا جيم تقوم ببعض الموالد النساء بالزغاريد بباب الغرفة التي يتلى بها المولد وأمام الرجال سرورا بالتلاوة ولا أحد ينكر ذلك وإنما يوافقون على ذلك وأنا بدوري أنكر ذلك ولا أقره كما سمعت من فتواكم أكثر من مرة بالإذاعة لكنهم لم يسمعوا مني جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه أولا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لمعرفة ما كان عليه من النسك والعبادة قولا وعمل وما كان عليه من الأخلاق الكريمة مشروعة مرغوب فيها وتخصيص قصة المولد بالقراءة والاجتماع لذلك والمداومة عليه وتخصيص أوقات لقراءته كل ذلك بدعة ممقوتة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون الأولى التي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها خير القرون وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وما ذكرت أنه في قصة الموالد التي تقرأ عندكم من الجزاء الأخروي وموت مئة امرأة بمكة حينما تزوج عبد الله بآمنة لأنهن لم يتزوجنه لم يثبت تاريخيا ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ثبت تاريخيا لم تقم به حجة على شرعية الاحتفال بالمولد النبوي ثانيا وضع كمية من الشعير أو غيره وسط الجلسة والتبخير والتحريق وتوزيع ما ذكر رجاء بركته لتلاوة المولد عليه والاستشفاء به والاعتقاد في بركتها بدعة منكرة وفساد في العقيدة ثالثا اعلان النساء سرورهن بالزغاريد عند تلاوة الموالد واختلاطهن بالرجال من المنكرات والفتن التي قد تفضي إلى الفاحشة والعياذ بالله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه إنما هو بالإيمان برسالته والعمل بما جاء به من عند الله أما الاحتفال بمولده فبدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم يحضر بعد وفاته عند أحد من الناس والأصل عدم ذلك فيجب البقاء معه حتى يقوم دليل على رفعه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى الشريط التاسع والعشرون من فتاوى اللجنة الدائمة وله بقية على الشريط الثلاثين من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لازلنا مع العقيدة وحكم المولد النبوي والاحتفال به سؤال أستفتيكم في عمل مجموعة من المسلمين فقرأوا وتعظموا في الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام وفي مناسبات الزواج وفي مكان تسمية المولود كتابا يسمى مولد النبي من تأليف الشيخ محمد عثمان المرغني وموضوع الكتاب هو سيرة الرسول عليه وعلى آله ألف صلاة وسلام ويجعل مكاتبه أما النبي صلى الله عليه وسلم يحضر في أثناء قراءة هذا الكتاب وفيه بابا أحدهما يقرأه كبيرهم وبالوقوف والباب الثاني يفهم منه التوصل بأشخاص مجهولين وهكذا يبدأ يا رب بهم وبآلهم عبد بالنصر وبالفرج ولم نعرف مرجع هذين الضميرين لأنه أول بيت في نفس الباب وبالتالي أرجو من سماحتكم في إفتاء هل تصح صلاة شخص خلف هؤلاء الناس؟ وقد قلت لهم لا يصح تقدير هذا الكتاب بهذه الدرجة ولا بأس باقتراءته لكل من أراد سيرة منفردة من غير الشكل الذي نراه ونسمعه أرجو أن تذيعوا الإجابة أدة أيام كي يمكننا سماعها ودمت الضخرا لخدمة الإسلام والمسلمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو غيره بدعة ممنوعة وقراءة ما ألف في مولده في ربيع الأول وفي مناسبة الزواج أو في ولادة أولاد أو في الأسبوع عند تسميتهم وذبح الحقيقة عنهم أو نحو ذلك من المناسبات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من بعدهم من أئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة رضي الله عنهم جميعا فهي بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز اجتماع ومجالس ثاني عشر يوم ربيع الأول لذكر نباد النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لنفسه ولا أمر بفعله ولم يفعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم له وهم أحرس الناس على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والخير كله في اتباع هده وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الوعظ في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم جواب الحمد لله وحبه والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الناس وتعريفهم بدينهم ووعظهم بما يرقق قلوبهم مشروع في كل وقت لورود الأمر بذلك مطلقة دون تقييد بوقت معين قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باللتيجة أحسن وقال سبحانه في بيان حال المنافقين وموقف الدعاة منهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين صدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يخلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا إلى غير ذلك من الآيات فأطلق الله الأمر بذلك ولم يخصه بوقت ويتأكد الوعظ والإرشاد عند وجود ما يقتضيه كخطب الجمع والأعياد لثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكرؤية منكر لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس مولد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من مقتضايات تخصيص ذلك اليوم بقربة من القرب أو وعظ أو إرشاد أو قراءة قصة المولد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بذلك ولو كان في تخصيصه بذلك خير لكان صلى الله عليه وسلم أولى به وأحرص عليه لكنه لم يفعل فدل على أن تخصيصه بالوعظ أو بقراءة قصة المولد أو بأية عبادة من البدع وقفرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكذا أصحابه لم يفعلوا ذلك وهم أعرفوا وأعلموا بالسنة وأحرصوا على العمل بها رضي الله عنهم أجمعين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نرجو الإفابة عن التاريخ الصحيح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم خططنا لعقد مسابقة قرآنية وذبح خروف وإلقاء محاضرات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة نرجو إرشادنا ما إذا كان هذا البرنامج يجوز شرعا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل في ربيع الأول كما ذكره محمد بن إسحاق وعلماء السير في كتب السيرة ثانيا من البدع الممنوعة إقامة احتفال في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعقد مسابقات قرآنية فيها وذبح خرفان وإلقاء محاضرات عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بقدر نفسه وما ينبغي أن يكرم به وعارف بشراء الله تعالى ولم يثبت عنه أنه احتفل بمولده ولا بمولد مبي من إخوانه السابقين صلى الله وسلامه عليهم أجمعين ولا بمولد أحد من صحابته رضي الله عنهم وكثبت عنه أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الكتاب المسمى بالبردة في المجيح والتي يستعمل في الدعاء في وطننا وهل هذا الكتاب إذا قرأته تثاب أم لا وهل قراءة هذا الكتاب تصل إلى النبي كما يقول بعض الناس أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أكثر من قراءة القرآن الكريم ومن ذكر الله لما ثبت من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم واستغني بذلك عن قراءة البردة ونحوها فإما التعبد بقراءتها وقراءة أمثالها بدعة محدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وعلى هذا فلا ثواب في قراءتها بل في بعض أبياتها شرك أكبر مثل يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إلى أن قال إن لم تكن في معادي أنخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك ألم اللوح والقلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم اجتماع الناس للمولد مع زعمهم أن النبي يحضر مجالسهم وهل هذا الاجتماع يصح شرعه وماذا ينبغي لنا أن نفعل في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ولد من أي يوم وأي شهر وأي سنة وهل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره الآن أم لا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد اجتماع الناس لإحياء ليلة المولد وقراءة قصته ليس مشروعة بل هو بدعة محدثة وزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مجالسهم كذب والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية يتمتع فيها بنعيم الجمنة وليست كحياته في الدنيا فإنه قد توفي وغسل وكف وصليت عليه صلاة الجنازة ودفن كغيره وهو أول من يبعث من قبره يوم القيامة وقد قال الله تعالى مخاطبا إياه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وقال سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل من السنة في شيء أن يقف الحضور لدى تلاوة أبيات التعظيم في الحفلات التي تقام بمناسبة مولد النبي الشريف جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إقامة حفلة أو حفلات بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محدثة لم يشعها النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولا عملا ولم يحتفل أصحابه رضي الله عنهم بمولده وهم أعرف الناس بقدره وأرعاهم لحقه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والخير كله في اتبائه صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي خلفائه الراشدين من بعده والشر كله في الإعراض عن منهجهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال قد طلبتم مني توصيف نوع البدعة التي أحدثت في المساجد بمناسبة المولد النبول فأقول وبالله التوفيق إن المحدثات في المساجد كثيرة منها إقامة الحفلات فيها من غير اكتراث بالمصلين والقارئين لكتاب الله الكريم مع الرافع بالأصوات ومنها إنشاء قصيبة بعد الصلاة حيث ينتظر التكبير من الإمام فيقول المنشد اللهم صلي وسلم على حبيبي محمد عليه السلام فيقول القوم مثل قوله صوتا واحدا فيقول المنشد اللهم سهل أمورنا بحياة محمد عليه السلام وهذه القصيدة تقرأ بقدر سبع دقائق تقريبا فإن قال قائل من أهل السنة دعوا هذه البدعة أردوا بأنه وهابي يجحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن يقوم القوم بعد الخروج من صلاة الفجر ويقابل بعضهم بعضا فأدعون الله واحدا بعد واحد وهذا الأخير خاص في مسجد يقال القبي في حارة مدينة ومنها دفن من يعظمونه في المسجد وغالبا تجاه القبلة قريبا منه وغير ذلك وفقنا الله وإياكم لما فيه رضاه آمين جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا ما ذكرته في السؤال كله من المحدثات التي لا يجوز فعلها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو أرد ثانيا لا يجوز دفن الموت في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق على صحته وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز حضور الاحتفالات البداية كالاحتفال بليلة المولد النبوي وليلة المعراج ولولة النصف من شعبان لمن يعتقد عدم مشروعيتها لبيان الحق في ذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا الاحتفال بهذه الليالي لا يجوز بل هو من البدع المنكرة ثانيا غشيان هذه الاحتفالات وحضورها لإنكارها وبيان الحق فيها وأنها بدعة لا يجوز فعلها مشروع ولسيما في حق من يقوى على البيان ويغلب على ظنه سلامته من الفتن أما حضورها للفرجة والتسلية والاستطلاع فلا يجوز لما فيه من مشاركة أهلها في منكرهم وتكثير سوادهم وترويج بدعتهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يحتفل الناس هنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والطلاب يضربون الدفوف والكبراء يجتمعون في المساجد ويقرؤون القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا من الدين؟ وبعض الحكومات يعطلون في هذا اليوم ويؤجرون العاملين هل هذا من الدين أم لا؟ عرفوني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على السنة وحذرنا من البدعة وبعض المسلمين لا يحتفلون ولا يذهبون إلى المساجد لكرامة هذا اليوم فهل هم من أهل السنة؟ أم ينكرون كرامة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حكمه؟ جواب الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ليس هذا من الدين بل هو بدعة وينصح من يفعل ذلك ويرشدون بأمارة المساجد بالصلاة ودراسة العلم وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما ورد بالشر أمارة المساجد به دون تخصيص يوم المولد بشيء من ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل قراءة المولد النبوي الشريف حلال أم حرام؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد إقامة المولد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من البدع المحدثة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال لدينا شيخ وهو عالم بالدين ويقول في مجالس اذكروا أمواتنا جميعا لكن عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة وقد قال رسول الله اذكروا موتكم بالخير هل هذا حديث عن النبي؟ وما الحكم في هذه المجالس؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا ما ذكر ليس هو نص الحديث وقد روى أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم لكنه غير صحيح لأن في سنده أمران ابن أنس المكي قال فيه البخاري منكر الحديث وقال العقيلي لا يتابع على حديثه ثانيا لو صح هذا الحديث لما كان فيه دلالة على عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الاجتماع من أجل ذلك بل على ذكره وذكر غيره من المسلمين بالخير والمعروف مطلقة في أي زمان ومكان دون تحديد إلا فيما حدده الشرع وهذا حق مأمور به في حق كل مسلم عامة وللنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلما ذكر اسمه في الأذان وفي الإقامة للصلاة وبعدهما وفي التشهد في الصلاة وفي خطب الجمع وغير ذلك دون تخصيص بيوم مولده أو ليلته ودون اجتماع لذلك ولهذا لم يجتمع الخلفاء الراشدون لذلك ولسائر الصحابة رضي الله عنهم وهم أعرفوا بالشرع وأفهموا للنصوصه ومقاصبه منا وأحرصوا على العمل به وعلى أداء حقوق رسوله صلى الله عليه وسلم منا وخير الهدي هديهم فكانت إقامة حفلات الموالد بدعة في الدين لمخالفتها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال نحن جماعة من حفاظ القرآن الكريم نجتمع كل عام بمناسبة ذكرى مولد سيد البشرية محمد صلى الله عليه وسلم في ضريح أحد الأولياء الصالحين الذي يقام فيه موسم سنوي يختن فيه الأطفال ويتصدق فيه الناس على الطلبة بالأشياء والدراهم وبعد ذهاب الوافدين يقوم الطلبة بجمع الأموال بعضهم كل حسب مستوى وكرمه ومن يبعي الأشياء المتصدق بها بالمزايدة فيقول أحدهم مثلا ماذا وضعتم يطلبه في هذا الخمار فيقولون وضعنا فيه الصحة أو الغنى أو صلاح الأولاد إلى آخره فيباع بثمن غال يساوي أضعاف ثمنه الأصلي ثم يشترون بهذه الأموال الذبائح التي تذبح في هذا الضريح ويبقى هنا الطلبة مدة أسبوع يختمون القرآن كل ليلة عدة ختمات ويصلون داخل حجرة الضريح مع العلم بأن الضريح داخل الحجرة والحجرة داخل المقبرة العامة ما حكم الله في هذا العمل هل هو عمل يتقرب به إلى الله أم أن هذا العمل لا أصطى له في الشريعة أفتونا جزاكم الله خيرا جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبينا وحبيبنا وسيد ولد آدم ولا فخر وهو خاتم النبيين والمبعوث للناس عامة وهو أول شافع ومشفع يوم القيامة عليه الصلاة والسلام لكن الاحتفال بمولده بدعة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لنفسه ولا سنه لأمته ولا فعله خلفاؤه الراشدون ولا سائر أصحابه رضي الله عنهم وهم أفهم الأمة لشريعته وعظم المؤمنين حبا له وأحرصهم على اتباعه وتوقيره فلو كان الاحتفال بالمولد مشروعا لفعلوه ولم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ولا عنهم فهو بدعة محدثة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم هذا وفعلوه في ضريح أحد الصالحين أو عنده يجيد ذلك ابتداعا في الدين وغلوا في الصالحين وهذا هو الضلال مبين ثانيا ختان الأطفال سنة من سنن الفطرة وصدقة في نفسها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وكل الأمرين حث عليه الشرى ودعا إليه لكن فعل ذلك في احتفال سنوي عند ضريح صالح من الصالحين وذبح الذنائح عنده بضعة شركية ووثنية جاهلية لما في ذلك من اتخاذ الضريح عيدا وتقريب القرابين إليه واستندادا للبركة منه كما هو ظاهر الحال من القصر إليه سنويا للختان عنده والتصدق عنده بالأموال نقودا أو غيرها والذبح عنده وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود ثالثا بقاء الطلبة عند الضريح مدة أسبوع يقرؤون القرآن يختمونه عند كل ليلة عدة ختمات بدعة أخرى أو قراءة القرآن للأموات على القبر أو القبور من البدع المنكرة رابعا صلاتهم داخل الضريح في الحجرة المبنية له داخل المقبرة ممنوعة شرعا وباطلة لأن ذلك من اتخاذ القبور مساجد الذي نعلنا الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله وقد تبين من هذا أن ما ذكرته من الأعمال في السؤال سلسلة من البدع الشركية والمنكرات فعلى من رأى ذلك أن ينكره ويغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهو أضعف الإيمان كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل تجوز المشاركة في الاحتفال بذكرى النعراج؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي ولا الاحتفال بالنعراج ولا المشاركة في ذلك لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين وقد صح عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سابعة وإلى حضرة غوف هذا الزمان وأعوانه وسائل أولياء الله رضي الله تعالى عنهم الفاتحة سابعة مرات اللهم يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد معلومات وفيضاته وأمداده مئة مرة اللهم كما أنت أهله صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا وشفيائينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله أسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحيا ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تماما مغفرتك يا الله وتماما نعمتك يا الله وتماما معرفتك يا الله وتماما محبتك يا الله وتماما رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عبد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هذه الأنام وأصله وروحه أدركني فقد ظلمت أبدا وربني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالك يا سيدي يا رسول الله سبع مرات يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضللت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله سابع مرات يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله سابع مرات اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائل أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم ثلاث مرات عزيز المستمع لأنوير القلوب وتزكيتها وللمعرفة بالله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الكيفيات في العمل بهذه الصلاوات الواحدية لا زلنا في الاستفسار والسؤال الأولى النية الخالصة الوجه الله تعالى لا غير ويكون المرء عند العمل بها على الاهتمام ببذل الوسع في الاستحضار كأنه في حضرة الله سبحانه وتعالى وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة مع الآداب الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة الخالصة البالغة الثانية على مبتدأ العمل بهذه الصلاوات الواحدية العمل بها بالأعداد المذكورة هناك أو أكثر في مجلس كل يوم وليلة أي ساعتهما الفارغة عنده صباحا أو مساء أو غيرهما إلى أربعين وله اختصار الأربعين بسبعة أيام لكن مع تضعيف الأعداد المذكورة عشرة فالسبعة سبعون والمئة بألف والثلاثة بثلاثين وإذا فات قضى ما فاته ثم بعد إتمام الأربعين أو السبعة اتخذها ورداء أي يداوم على العمل بها كل يوم وليلة أي ساعتهما الفارغة عنده والأحسن في الأعداد للورد بالزيادة من المذكورة لأنها على الأقل والإنداد غالبا بحسب الاستعداد ولمن اتخذها وردا نقص الأعداد من الكل أو البعض أو نقص بعض وزيادة بعض وللمبتدئ وغيره العمل بها جماعة أفضل والحائض والنفساء لا تقرأ عند العمل بها بالفاتحة ولا بآيات القرآن بنيته عز المستمع لازلنا في عرض هذا السؤال المطول عن ورد من أوراد الصوفية المشبهة الثالثة من لم يحسن أو لم يمكن له قراءة هذه الصلاوات جميعها فليقرأ قبل إمكانه بعضها مكررا قدر مدة قراءة الجميع بأعداد كل وهو ثلاثون دقيقة تقريبا أو إلى فراغ قراءة الجماعة إن كل العمل بجماعة أو الاكتفاء بقراءة كلمة يا سيدي يا رسول الله مكررا بقدر المدة المذكورة ومن لم يحسن أو لم يمكن ولو على قراءة بعضها فليمكث قدر تلك المدة مع الاهتمام ببذل الوسع والطاقة عند التكرار أو المكث في تلك المدة كأنه على الحقيقة في حضرة الله سبحانه وتعالى وحضرة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الآداب الظاهرة والباطنة والإجلال والإكرام والتعظيم والمحبة الخالصة والبالغة النقطة الآتية مهمة جدا مطلوب مطلبا أكيدا فضلا عمن عمل بهذه الصلوات الواحدية فالاهتمام بجد واجتهاد على بذل الوسع والطاقة في تمرين اعتياد قلبه كل حال ووقت ومكان بإدامة قلبه بالله وللرسول بالرسول وللغوث بالغوث ويؤتى كل ذي حق حقه مع تقديم الأهم فالمهم ثم الأنفع فالأنفع يعني في عدم الغفلة منها دائما مستمرا والمراد من الله أن ينوي المرء في كل من عمله الظاهري والباطني الموافق للشريعة أي المرضي عند الله والرسول صلى الله عليه وسلم وادبا كان أو غيره من السنة والمباح بنية العبادة لله تعالى لا غير أي لا للنفس لقوله تعالى وَمَا خَلَقُتُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الذارية وقوله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ البينة وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأن الشريعة وجود الأعمال لله تعالى وبالله شهود الأعمال الظاهرية والباطنية أنها بحول الله وقوته أي لا حول ولا قوة إلا بالله قال تعالى وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ سورة الصافات وقال تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ والحقيقة شهود الأعمال بالله فمن ادعى وأحسن بأن له حولا أو قوة أو فعلا بنفسه فقد أشرك بنفسه الله القائم بنفسه وللرسول النية مع النية المذكورة في لله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أي النية في عمله الموافق للشريعة أي غير العاصي بنية العبادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة في عرض الصلوات الواحدية الصوفية المليئة بالبدع والشرك بالله والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواب اللجنة الدائمة على هذا العرض قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ سورة النساء ولأنه أصل كل موجود والواسطة بين العبد وربه وبعث رحمة للعالمين قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا ذُكِرَ مِنَ اللَّهِ بِاللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لِيُطَاعَ بِاللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لِيُطَاعِهِ والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعث أولا إن ما يسمى بالصلوات الواحدية وما مهد به لها فيه كاذب وكثير من البدع والشرك بالله تعالى والغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فمن الكذب ما جاء في السطر الأخير من القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل كل موجود فإنه صلى الله عليه وسلم وإن كان أشرف الخلق وأفضل الأنبياء عليه السلام ليس أصل كل موجود ولا من أجله خلق الخلق بل هو مولود من أبوين كغيره من بني آدم إلا عيسى بن مريم فإنه لا أب له وخلق الخلق لعبادة الله وحده كما قال تعالى وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اثنان ومن البدع في ذلك قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات وقراءتها لغوث الزمان وأولياء الله سبع مرات فإن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهَ فَهُوَ رَدُ رواه البخاري ومسلم معنا في ذلك من الشرك في قراءتها لمن سموه غوث الزمان وأعوانه وكذا طلبوا الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم من الله في كل نمحة ونفس وعذب معلوماته وفوضاته وإمداده وتحديدها بمئة مرة بدعة ومن البدعة الشميعة ما جاء في الصفحة الثانية من قولهم نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا في لجة بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها فإن ذلك القول بوحدة الوجود والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الله أن يغرقهم في لجتها حتى يغيبوا عن الوجود فلا يكون لهم سمع ولا بصر ولا إحساس إلا بهذه الوحدة وهذا هو الكفر الفاضح والضلال المبين ومن البدعة الشركية أيضا نداؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدركهم واستعانتهم به أن ينظر إليهم نظرة توصيهم إلى الله تعالى وأن يأخذ بأيديهم يتقربون بهذه الشركيات ونحوها ليزولنا بهم من ضيق وفرقة ويفرجنا بهم من شدة مبلاء ويرددون هذه الكلمات والأبيات الشركية مرات محدودة وهيهات هيهات أن يجنى من الشوك العنب ويستخرج من الحنظ للعسل ومن البدعة الشنيعة حث المبتدئ على العمل بالصلوات الواحدية بأعداد محددة إلى أربعين يوما ويرخص للمريد أن يختصرها إلى سبعة أيام على أن يضاعف عدد الذكر بها ثم بعد الأربعين يوما أو الأيام السبعة يتخذها وردا يداوم على العمل بها كل يوم وليلة صباحا ومساءا وما فاته من أعداد العمل بها قضا إلى غير ذلك من شرأ ما لم يأذن به الله مضاهاتا لشرأ الله سبحانك ربنا هذا بغتان عظيم فلينظر العاقل الرشيد كيف شبه عليهم الشيطان حتى وقعوا في الشرك وكيف زين لهم سوء عملهم حتى اتخذوه عبادة تقربهم إلى الله ويكسبوا بها قوة بعد ضعف ووحدة بعد فرقة وعزة بعد ذل وكيف استحوذ عليهم الشيطان حتى استفزهم إلى أن يدعوا غيرهم إلى العمل بما وقعوا فيه من الشرك والبهتان رجاء أن يصلوا إلى الحق عن طريق الباطل وإلى الهدى عن طريق الضلال وهيهات هيهات سبحانك هذا بغتان عظيم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنظرة للأولياء والصالحين وهل يجوز الاحتفال بذلك وهل يجوز رفع العالم لذلك جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعض أولاً النذر عبادة لسماء الله على من وفى به ووعده سبحانه بحسن جزائه قال تعالى يوفون بالنذر وقال وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده والإخلاص له فيه وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير ذلك من المخلوقات شركة وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة يحرم الأكل منها وتوزيئها على الناس ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها لأن تسميته عليها لا تؤثر في حل الذبيحة ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات وأنه كان المنذور للأوياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو النحر فينبغي ترك توزيئه على الناس لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركة في مظاهر الشرك وإقرارها لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه ثانيا لا يجوث الاحتفال بالمن مات من الأنبياء والصالحين ولا إحياء ذكرهم بالموالد ورفع الأعلام ولا بوضع السروج والشموع على قبورهم ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين ومن وسائل الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبكه من الأنبياء والصالحين ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم وسرك طريقهم وكل شهد في اتباعه المبتدع والعمل بما أحدث من بدع في شؤون الدين قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه المساجد متفق على صحته وثبت عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائه المصالحيه المساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة روىه مسلم في صحيحه وعن العرباض بن ثالية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مواعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العلوم فقلنا يا رسول الله كأنها مواعظة مودع فأوصنا قال نعصيكم بتقوى الله والسماء والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حرشي وإنه من يعش منكم فسعر اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والتلمذي وقال حديث حسن صحيح وذي الله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بدع تتعلق ببعض الليالي والأيام سؤال ما حكم الاحتفال بليلة سبع وعشرين ليلة القدر جواب خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان الاكثار من الصلاة وقراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من وجوه البر وكان في العشرين الأول ينام ويصني فإذا دخل العشر الأخير أيقظ أهله وشد المئزر وأحيا ليلة وحث على قيام رمضان وقيام ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وبيّن صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأنها في أحد أوتاره فقال صلى الله عليه وسلم التنسوها في العشر الأواخر في الوتر منها رواه أحمد في المسند وأخرجه التلمذي وجاء فيه التنسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة قال التلمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن صحيح وعلم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها الدعاء الذي تدعو به إن وفقت هذه الليلة فقد روى أحمد في المسند عنها رضي الله عنها قالت يا نبي الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وقد أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والتلمذي وقال التلمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن صحيح هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي ليلة القدر وأما الاحتفال بليلة سبع وعشرين على أنها ليلة القدر فهو مخالف لهدي رسول صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة القدر فالاحتفال بها بدعة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال ما حكم الاحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان خاصة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الاحتفال بليلة السابع والعشرين من شهر رمضان خاصة بدعة محدثة وقد ثمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد روه البخاري ومسلم وإنما المشروع إحياؤها بالعبادة والصدقة ونحوها كسائر ليالي العشر وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال هل يجوز تبخوا الطعام والاهتمام به في ليلة المعراج وليلة القدر وإرساله إلى المسجد حتى يدوى الإمام على الطعام لإيصال الثواب على حسب العادة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لا يجوز تخصيص ما يسمى بليلة المعراج وليلة القدر بما ذكر من الاهتمام بطبخ الطعام ولا إرساله إلى المسجد يدوى عليه الإمام رجاء وصول الثواب إلى الميت بل هذا بدعة فعنده تركه وعدم التزام حالة معينة أو وقت معين للذبح إلا في الأضخى والهدية والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال يقول بعض العلماء إنه وردت أحاديث في فضيلة نصف شعبان وصيامه وأحياء ليلة النصف منه هل هذه الأحاديث صحيحة أو لا إن كان هناك صحيح فبينوه لنا بيانا شافية وإن كان غير ذلك فأرجو منكم الإيضاح أثابكم الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد وردت أحاديث صحيحة في فضيلة صوم أيام كثيرة عن شعبان إلا أنه لم تخص بعضا من أيامه دون بعض فمنها ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان فكان يصوم شعبان كله إلا قليلا وفي حديث أسامة بن زيد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم رواه الإمام أحمد والنسائي ولم يصح حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحر صيام يوم بعينه من شعبان أو كان يخص أياما منه بالصوم لكن وردت أحاديث ضعيفة في قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها منها ما رواه ابن مادة في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأوعفيه ألا كذا حتى أطلع الفجر وقد صحح ابن حبان بعض ما ورد من الأحاديث في فضل إحياء ليلة النصف من شعبان من ذلك ما رواه في صفيحه عن عائشة أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت فإذا هو في البقيع رافع الرأسه فقال أكنت تخافين أن يخيف الله عليك ورسوله؟ فقلت يا رسول الله ضمنت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب وقد ضعف البخاري وغيره هذا الحديث وأكثر العلماء يرون ضعف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان وصوم يومها وقد عرف عند علماء الحديث تساهل بن حبان في تصحيح الأحاديث وبالجملة فإنه لم يصح شيء من الأحاديث التي وردت في فضيلة إحياء ليلة النصف من شعبان وصوم يومها عند المحققين من علماء الحديث وكذا أنكروا كيامهات وتخصيص يومها بالصيام وقالوا إن ذلك بدعة وعظم جماعة من الأوباء تلك الليلة اعتمادا على ما ورد من الأحاديث الضعيفة واستهر عنهم ذلك فتابعهم عليه الناس تحسينا للظن بهم بل قرى بعضهم لفرط تعظيمه لليلة النصف من شعبان إنها الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن وأنها يفرق فيها كل أمر حكيم وجعل ذلك تفسيرا لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وهذا من الخطأ المبين ومن تحريف القرآن عن مواضعه فإن المرادة بالليلة المباركة في الآية لولة القدر لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر في شهر رمضان لأحاديث الواردة في ذلك لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال عندنا نساجد يجتنوا فيها أناس في ليلة خمس عشر من شعبان ويقرؤون سورة ياسين ثلاث مرات ويقرؤون المولد جواب الحمد لله وحبه والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد هذا من البدع وقد ثمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله في الحديث وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والعبادات مبنى على الأمر والنهي والاتباع وهذا العمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحابة والتابعين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث الصحيح من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا العمل ليس عليه أمره صلى الله عليه وسلم فيكون مردود يجب إنكاره لدخوله فيما أنكره الله ورسوله قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وهذا الأمر مما أحدثه الجهل بغير هدى من الله وقد كتب سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رسالة في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج حاشية نص ما كتبه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظه الله ورعاه ونفع المسلمين بعلمه آمين في حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أوله وصحبه أما بعد فلا ريغة أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عظم منزلته عند الله عز وجل كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علوه سبحانه على جميع خلقه قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وعيد الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وكواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعة فكلمه ربه سبحانه بما أراد وفرض عليه الصلاوات الخمس وكان الله سبحانه فرضها أولا خمسين صلاة فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجعه ويسأله التخفيف حتى جعلها خمسا فهي خمس في الفرض وخمسون في الأجل لأن الحسنة بعشر أمثالها فلله الحمد والشكر على جميعنا عنه وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعينها وكل ما ورد في تعينه فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم بالحديث ولله الحكمة الضالغة في إنساء الناس لها ولو فدك تعينها لم يجز للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات فلم يجز لهم أن يحتفلوا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعة لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول أو الفا ولو وقع شيء من ذلك لعرف واشتهر ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إلينا فقد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة ولم يفرطوا في شيء من الدين بل هم السابقون إلى كل خير فلكن من احتفال بهذه الليلة مشروعة لكانوا أسبق الناس إليها والنبي صلى الله عليه وسلم وأنصح الناس للناس وقد بلغ رسالة غاوة البلاء وأدى الأمانة فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال بها من دين الإسلام لم يغفره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتبه فلما لم يقع شيء من ذلك أعلم أن الاحتفال بها وتعظيمه ليس من الإسلام في شيء وقد أكمل الله لهذه الأمة دينها وأتل عليها النعمة وأنكر على من شرع في الدين مالا يأذن به الله قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا وقال عز وجل في سورة الشورة أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضية بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة التحذير من البدع والتصريح بأنها ضلالة تنبيها للأمة على عظم خطرها وتنفيرا لهم من اقترافها ومن ذلك ما فبكت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عن ما ليس عليه أمرنا فهو رد وفي صحيح مسلم عن جادر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يوم الدمع أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي السنن عن الأرباط بن ساري رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النوعظة ضليغة واجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال ويصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسار اختباف كثيرة فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعبدوا عليها بالمواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والأحديث في هذا المعنى كثيرة وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرعا لم يأظن به الله وتشبهن بأعداء الله من اليهود والنصار في زيادتهم في دينهم وابتباعهم فيه ما لم يأذن به الله ولأن نازمها التنقص للدين الإسلامي وابتهانه بعدم الكمال ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشمية والمصالمة لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم الآية والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحذرة من البدع والمنفرة منها وأرضى أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومطمع لطالب الحق في إنكار هذه البدعة أعني بضعة الاحتفال بلولة الإسرائيل والمعراج والتحذير منها وأنها ليست من دين الإسلام في شيء ولما أوجب الله من النصح المسلمين وبيان ما شرع الله لهم من الدين وتحريم كتمام العلم رأيت تنبيه إخوان المسلمين على هذه البدعة التي قد فشت في كثير من الأنصار حتى ظنها بعض الناس من الدين والله المسؤول أي يصلح أحوال المسلمين جميعا ومنحهم الفقه في الدين ويوفقنا وإياهم للتمسك بالحق والفضات عليه وترك ما خالفه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وصلى الله وبرك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه حكم الاختفال بليلة النصف من شعبان عزيز المستمع ولي قراءة الحاشية المتضمنة لفتوى صماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وغيرها الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة أما بعد فقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا الآية من سورة المائدة وقال تعالى أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَاءُ لَهُمْ مِنَ الدِّيْرِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ الآية من سورة الشورى وفي الصخيحان عن عائشة رضي الله عنها عن المبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي صخيح المسلم عن جابر رضي الله عنه أن المبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبه يوم الدمع أما بعد فإن خير الخديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل ببعة ضلالة والآوات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهو تدل بلالة صريحة على أن الله صبحانه وتعالى قد أكمل بهذه الأمة دينها وأكمل عليها نعمته ولم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ البلاغ المدين وبيّم للأمة كل ما شراه الله لها من أقوال وأعمال فكله وعودة صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس وينثبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال كله بدعة مردودة على ما الأحدثه ولو حسن قصده وقد عرف أصحاب رسول لي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهكذا علماء الإسلام بعدهم فأنكروا البدع وحذروا منها أذكر ذلك كل من صنف في تعظيم الخنة وإنكار البدع كابن والضاح والطرطوشي وأبي شامتا وغيرهن انتهى الشريط الثلاثون من فتاوى اللجمة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومن بقيه على الشريط الواحد والثلاثين ترجمة نانسي قنقر